موسيقى من ناس من ناس كتير كان حاجة رعب من واحدة صغيرين يعني اكتر واحد دخلت منه دكتور الأسنان اتفقد السنان ده شيء خاسق جدا وفي مهن معينة وممكن تفقد سنانك في ثانية فيها زي الملاكمين زي لعبت الكورة لعبت الكورة على الفكرة بفقدوا سنانهم مثلا هنا ومص اوبا استضامة دي الاستضامات دي بتبقى يعني طبعا ده مين ده ده يعني باير ميونيك فقط سن فده ده اعتقد ده في أتلتك ومدريد اه وده برضو اوبا هبا راح مطير وشه ده خميس ده خميس روتريجيس دقريبا فيعني طبعا يعني مأساة طبعا فقد السنان يعني حاجة فظيعة ولين طبعا جودين وده يعني برضو ده جوش ده دعيب وستهام يونايتي طبعا ده هبا طبعا مرسله راح مطير سنة ميسي ماشي انا بتاع ريال فعادي بس ميسي حبيبي برضو يعني بص يعيني ميسي لا ميسي محدش لازم يشوفه اللي يزعل عليه يعني يزعل اي حاجة تصيبه فقد سنة في ثانية وطبعا مرسله ده اللعيب يعني خميس هم بتقع الدفاع كلهم بتقع ريال ما داريت كلهم داريبهم مضرين فرح واكله كده يعني يعني بيحاول يلحى الكرة ورح يعيني واكله طبعا اللعيب لابا بيفقد سنة مو عظم لعبت الكرة زلعين سنانهم على فكرة فعشان بس الناس تفهم طبعا وبيتعرضوا لضرب جامد جدا وزلع بتبقى كويسة عشان كده القضية هل الزراعة فعلا بتتحمل ولا لا الزراعة تحتاج يعني تدقيق تحتاج الى ضمير مهني ودقة شديدة جدا لان الزراعة الغلطة فيها بجون بجون يعني ايه هنفهم مش جون ده جون تاني خالص قلم خسران سنان تآكل فكرة كوارث طبعا في مصرنا الحبيبة في ناس محتاجين مش زراعة سنة ولا اتنين ولا تلاتة لا قصة اكبر من جدا تعالوا نعيش هذا الاحساس مع الزراعة في معلومات وزي ما بقولوا يعني قلب مفتوح في الزراعة ايه هي الخبايا بتاعة هذا العالم مع ضيف العزيز دكتور رحمد الأفلس في مشاكل كبيرة في الأسنان ممكن ما تكونش مرتبطة بأنا زي ما نختار الشكل زي ما نعمل الدزاين مفيش تجميل بدون علاج الأسنان لها وظيفة هي اهم من كونها شكلها كويس تجميل الأسنان ليه قواعدة؟ أهمها ما يكونش فيه أثار صحية سلبية بتنتج عن الأسنان أو اللاسة بعد تجميل الأسنان موسيقى غلطة في طب الأسنان التمن بتاعها بيكون الجاهدي فيه بروتوكول معين للموضوع ده لو الشخص اللي بدور لأن الموضوع ده فيه مشكلة يعني فيه حاجة من الحاجات دي بتتعملش يعرف أن النتيجة مستحيل تكون مرضية قوي موسيقى الاختيار والمناقشة الكاملة حوالين حالة التجميل هي عايزة إيه وإيه المناسب لها ده أهم حاجة وضع خطة علاجية مصبوطة بالجلسات والوقت والتكاليف وكل حاجة دي برضو من الحاجات المهمة موسيقى والالتزام بالمعايير السابتة والبرتوكول السابت في كل مرة بنامي فيها تجميل موسيقى الدكتور أحمد القفص أخصائي تجميل الأسنان مؤسس كابيتال دانتال كلانك لتجميل الأسنان عضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان موسيقى ضيف العزيز دكتور أحمد القفص أخصائي تجميل الأسنان وعضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان أهلا بيجي دكتور أحمد ياهلا دكتور أحمد إذا بدأ الأول إيه اللي يحصل لو واحد فقط سنته السابعة؟ طيب أنا كان فيه بس التقرير اللي هو بتاع اللعابة الكورة هما بتخلطه شفت جديد راحة لعابة الكورة أي شخص ممكن يتعرض لفقدان سنة تطلع بالكامل بالجدر بتاعها هنقول بس النصيحة بتاعته على طول أنه هو يمسك السنة من الجزء اللي هو الكراون مش الجدر ويحاول يحطها في لبن ويتوجه لأقرب دكتور أسنان يقدر يساعده ممكن السنة دي ترجع مكانها هي هي تاني الله ممكن تتزرع هي هي في مكانها تاني بس تشوف الدكتور اللي عنده المعرفة بالموضوع ده ده بينجح ولو يعني في أقل من 6 إلى 13 ساعة ممكن تتلحل تمام؟ الموضوع بقى بتاع فقدان السنة اللي هو وتطنيق أولا أسباب فقدان الأسنان يا دكتور أيمن دي حاجة مهمة لازم نقف عندها التساوث الناس ما بترعيش موضوع التساوث غير أما يوصل للعصب بيبقى فيه ألم بيصحيني من النوم وناس كتير ممكن تروح لأماكن مجرد يعمل لها تحنيط للعصب مش علاج عصب وحشو جزور ومادة بلاقيها في حالات كتيرة يا دكتور أيمن محظورة تقريبا في كل العالم وموجودة عندنا في مصر تشتغل عادي ومش عارف إزاي الناس بيحنطوا العصب مش بيشيلوه ويحطوا حشوة ويعملوا عليك جزور كامل يا دي حنطوا العصب تحنيط ده بتاع الأطراعنا بيقولوا عليها كده وبيقولوا عليها كده وبالذات في المحافظات بخارج القاهرة والاسكندرية بيقولوا علي أعملك تحنيط عصب هي جلسة واحدة بيشيل الجزء من العصب أو الأوردة والأعصاب المغزية للكراوم بس وما بيقربش خالص ناحية الجزور تماما وبيحط مادة هي عبارة عن كورتزون وشوية حاجات تانية فيها فورمالدهايد فيها شوية حاجات تانية مجرد أنها بتضيع الوجع فورمالدهايد ده بتاع حافظ الجزء بالضبط فيها تشكيلة كبيرة من مواد والمادة دي المفروض ما تشتغلش بيحصل إيه؟ بيحصل أن أنا الوجع راح وبطلع أقول على الدكتور ده أحسن واحد في الدنيا أعليش أي حاجة وما صرفش علي بربع جنيه خمات ولا بربع جنيه خبرة ولا تعليم الموضوع ده في غاية الخطورة إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل خراج في خلال من سنة لسنتين وبيفقد الدرس وبيفقد العظم كمال اللي حوالين الدرس وبيقى في ألم فضيع جدا وتقى زيارات طوارئ واتصالات في نص الليل علشان الناس حد يلحق الموضوع ده في غاية الأهمية الموضوع بتاع تحنيس العصب أو عدم إجراء حشو عصب مظبوط والاعتماد على مواد تسكن الألم بس وتسيب موضوع العصب ده يحصل فيه اللي يحصل فيه بعد كده ده أكيد موجود زي في المحافظات موجود في القاهرة بس موجود في حيطة القاهرة مش مدينة نصر ومصر جديدة بالزبط والمهندسين وزايد لا قاهرة فيه مقم وفيه مصر عتيق أو الجيارة والسيدة عيشة والسيدة زينب لازم المريض يفهم هو بيحصل له ايه حق المريض ده دكتور أمن ان هو يشوف الأشعة بتاعه الدرس وقبل حشو العصب وبعد حشو العصب ويتأكد ان حشو العصب وواصل لآخر الجدر ومظبوط ومحطوط كويس ما هو ده سبب لو اتعمل كويس بالزات حشو العصب هيقلل الحالات اللي محتاجة زراعة يمكن لخمسين في المائة دكتور أمن احنا تقريبا نص الحالات اللي بعملها زراعة هي حالات سبق علاجها علاج عصب مش مظبوط وخلاص كومبليكيشن فيها رهيبة جدا فهنشلها علشان ما عادش نافية فيها حاجة ونحط زراعة فورية أو نعمل زراعة يبقى التساوس أما السنة التساوس هتعالجها فين وهتعالجها ازاي حاول تفهم حاول تعرف انت رايح تعمل ايه وبتعملك ايه بالزبط وهل تعاملك ده مظبوط وعلميا مظبوط ولا ايه كلام وحاجة عشان تمشي وخلاص والوجع يروح مشاكل الاسنان فيه مشاكل كبيرة في الاسنان ممكن ما تكونش مرتبطة بألم ودي ممكن تكون مفاجئة ممكن يكون عندي مشكلة كبيرة جدا وما فيش ألم مش يحصل فيها ألم غير كمان سنة أو سنتين أو ست شهور على حسب مناعتك وعلى حسب صحتك العامة وحاجات كتيرة جدا طيب موضوع بقى الزراعة احنا قلنا التساوس قلنا الامراض المزمنة زي السكر ممكن تأدي الفقدان الأسنان كتير الحوادث الفقدان الطبيعي في ناس بتتولد دكتور أمام ما عندهاش أسنان معينة في الفك يعني أشهرهم درس الخامس تحت والسنة رقم اتنين فوق دول في ناس كتير بتولد ما عندهمش الأسنان دي يبقى سواء الموضوع طبيعي أو فقدان أسنان أو تساوس أو حوادث هنلجأ للزراعة فقدنا هنلجأ للزراعة بصفة أساسية عندي مشاكل في العظم مشاكل العظم بتتحل عندي مشاكل في الجيوب الأنفية مشاكل في الجيوب الأنفية بتتحل أنا مش عايز زراعة دكتور بتعمل تركيبات بس يكون عندك سبب مقنع قدام نفسك وتكون مقتنع باللي أنت أو عارف أنت بتعمل إيه أنت بتعمل تركيبات علشان مثلا الأسنان مسوسة كلها فإحنا كده كده هنبرض الأسنان عشان عاملين فيها حشوة عصب وهنعمل كبري بدل ما نعمل زراعة أو تكلفة إضافية على الفاضي سبب مقنع ومنطقي لكن لو أنا عندي فقدان لدرسه واحد سنة واحدة سنتين وباية السنين اللي حواليها سليمة وعايز أروح أبرض السنين للشمال واليمين المكان الفاضي ودخل وكبر المشكلة ومعوضش عظم الفك في المكان ليه أعمل في نفسي كده نقبل منك كده لو التكاليف بتاعة الزراعة مش مناسبة ليك هنعمل ده كحل مؤقت وممكن بعد قدام شوية نفكر في موضوع الزراعة لكن أنا مش عايز زراعة عشان بخاف منها مفيش الزراعة إجراء أبسط من الخلع من الخلع وأبسط من حشو العصب الزراعة مش عايز زراعة علشان عملها مش عارف مين وما نفعتش هو عشان عملها غلط وما تعملتش بالبرتوكول المزبوط وما عوضلوش العظم وعمل برضو اللي هو أي حاجة على بسرعة كده وخلاص موضوع الزراعة دلوقتي مش بس تعويد لسنة ولا اتنين لا إحنا ممكن لكتور أيمان نعوض فك بالكامل من خلال الزراعة نتائج ممتازة ديورابلتي عالية أو يعني أنه هو استمرارية وما فيش موانع لحاجة خالص هتعيش بأسنانك المزروعة بالزبط زي الأسنان الطبيعية بدون أي موانع فبعض الحالات في التجميل ممكن ندي موانع الزراعة مفيش اعمل كل حاجة ممكن تعملها على أسنانك الطبيعية إلا طبعا لو عندك عادات أصلا هي غلط هنمنحها على الطبيعية والمزروعة والتجميل وكل حاجة واحد مثلا بيفتح الأساس حاجة دي كده كده ممنوعة لكن مش هنمنعك مثلا من حاجة نشفة شواف لا كل اللي انت عايزه وعمل كل اللي انت عايزه لو انت عامل زراعة انت في أمان كامل 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 عن التركيبات السبطة بس ما تكلش إزاز يعني أكيد لا ما تكلش مثلا فيه ناس بتاكل تلج تلج اه مشهور وفيه ناس بتاكل إزاز بس دول سكارة يعني فراعونات طيب احنا جابنا سيرت الزراعة والتركيبات يعني وانت قلت يعني يعني الزراع أفضل من التركيبات بس لو انت معكش مثلا أو مفيش إمكانية دلوقتي مالية للزراع نعمل تركيبات لغاية لما يبقى فيه مالية خضرة مالية للزراع ليه هو ايه السوبروريتي أو العلو كعب الزراع للتركيب؟ الزراع الكويسة ما بتعوضش فيها الأسنان كعدد بس يعني التركيبة بتعوض الأسنان كلا انت شايفه بالعين عدد شكلا شكلا لكن موضوعا ما بتعوضش حيك العظم سايبينه زي ما هو اللساء سايبينها زي ما هي في حالة انه هو سن واحد أو درس واحد فاحنا بردنا شمال ويمين احنا عملنا مشاكل كبيرة علشان نعمل تركيبة لكن الزراع هي بتحل كل المشاكل وبعدين نعمل زراع وهو ده الفرق الجوهري يا دكتور أيد دي الزراع دي الزراع هروح على المكان ده طيب المكان ده يعني في الفيديو ده كان كويس يعني في عظم وهنحط الزراع لو ما فيش عظم هنبني العظم الاول لو محتاج زراع يتلاسى هنعمل زراع يتلاسى فاحنا بنحل المشاكل كلها الزراعة دايما بتحصل في وسط سليم فلازم كله يتعالج الاول بعدين نعمل زراعة ساعات بنقدر نعمل خطوات مع بعضها زينا نبني عظم ونزرع في نفس الزيارة او ساعات بنكون عايزين نبني عظم ونستنى فترة 3-4 شهور وبعدين نعمل زراعة لكن الفرق بين التركيبات واضح احنا بقى خلاص سبنا ملناش دعوة بقى حاجة خالص وسبنا عظم الفك ده يلتأم وطبعا عظم الفك ده يحصل له دمور علشان هو مش سبرت بجدر يعني مش مدعم بجدر من جدور الاسنان وجدور الاسنان هي اللي بتحافظ على عدم دمور عظم الفك ودي حاجة مهمة ومظهر العجز اللي بيظهر عند الناس بدري وفعلا هنا في التركيبة بدأ العظم شو بص يتآكل يتآكل دايما احنا عايزين تقول برضو معلومة دكتور ايمان مستوى اللاسة عشان الناس حتى اللي بتيجي تتكلم على انا عايز مثلا اعمل تجميل للاسة مستوى اللاسة مرتبط بمستوى العظم بيكون اطول من 2 ل 4 ميلي من مستوى العظم يعني انا ماينفعش مثلا لو انا عندي جامس ميل كبيرة قوي ومتخيل ان انا هعمل اللاسة بالليزر وبس ممكن في بعض الحالات احتاج اشيال عظم كمان علشان اللاسة تقدر يعني ما ترجعش تاني المستوى بتاعه يعني انزل مستوى العظم كمان من التركيبة هنا في التركيبة خلاص انا عندي ال V shape او U shape اللي حاصل ده اللي هو في قدران العظم ويطوله بقى الكراون اللي في النص ادي الحلول بقى دكتور ايمان اللي بدايني جدا هو في المرحلة دي المريض بقى عنده مشكلة ان هو ايه بيدخل اكل تحت التركيبة وعمل له مشاكل هو ما يعرفش ما هو شايف الصورة دي هو ما شايف العظم بتاعه هو بيشتكي من دخول الاكل بس حتى التركيبة فيقوم الدكتور عامله يبرد له اثنان تانية ومطوله الكراون اللي في الفاضي ده يطولهله علشان يقفل له المسافة بيزود المشكلة اكتر لو الصورة بتاعت الكراون الطويل ده هيحصل فوق دم بس مش بقى عظم كمان فوق الكراون بس هيحصل كمان على جنبه من الجنب كمان يعني المشكلة تتفاقم بكتير جدا الزراعة بقى في حالة زي كده بتيجي في الاخر خالص نضطر بعد ما مرت بالموضوع ده والتركيبات ده بتقعد سنين برضو يعني مش هيعمل كده ويحصل الموضوع ده في سنة ولا اتنين الموضوع ده هيحصل في سنين كتير لكن الصراحة والمنطق مع المريض انك تبقى عارف ان انت تقوله والله احنا نعمل التركيبة دي وهتمشي وحل كويس هيعود معاك 10-15 سنة بس هتبقى عارف ان النهاية ان احنا هتضطر تزرع وهيبقى سعيدها كمان الموضوع مكلف اكتر وبإجراءات اكتر وعلى حسب بقى الحالة الصحية بتاعت حضرتك بعد 10-15 سنة هل هينسبك الكلام ده ولا هتضطر نأجله ويبقى فيه تزبطات كتير عشان نعرف نسرع لما بنقول ان واحد قبل مزرع يعمل اشعة سلسية الابعاد ناس تقولك ده هم بيقولوا كده عشان مثلا دكتور رحمد عنده جهاز او الدكات اللي دول عندهم جهاز اشعة سلسية الابعاد فهيكلفني فلوس زبما انا عامل اشعة بانوراما وانا جاي وعمل اشعة بانوراما في مركز جنب البيت ليه تخلينا اعمل اشعة سلسية الابعاد طيب اه متوفر الجهاز بتاع الاشعة سلسية الابعاد وممكن اكشف على حد ببانوراما ممكن اكشف عليه ببانوراما بس انا بخليه اطلع اعمل اشعة بعد دقيقتين موقعت معي علشان هو بيقول لي ايه حاجة ولو مش عارف معرفش وبجد معرفش انا عندي اشعة تودي او مفيش اشعة خالص وهو بيسألني هحتاج بنا عظم معرفش انا عرف منين انا معنليش اشعة اشوف بيا طيب يا دكتور هنزرع النهاردة ونبع العظم ولا لأ معرفش برضو اي سؤال هجاوب عليه بان انا مش عارف انا مش اقدر ان انجم الحالة فيها ايه لكن يعني مش اقدر اشوف الموضوع عم ماشي ازاي من غير اشعة سلسية الابعاد اشعة سلسية الابعاد يعني انا شايف العظم شايف الجزور اقدر اقيس كسفة العظم اقدر اقيس البعد بالملي بتاع الجيب الانفي عن اخر مستوى العظم اقدر اعمل حاجات كتيرة جدا مش اقدر اعملها بالاشعة التو دي واكيد مش اقدر اعملها بالاشعة العادية فلو حضرتك مريض بيبحث عن زراعة الاشعة سلسية الابعاد قبل اي حاجة خالص قبل ما تختار اصلا الدكتور اللي هتروح لازم يعني الموضوع ما فيهوش هزار وان كان حد بيسمعنا وقولك انا بشتغل باشعة بانوراما وربنا سطرها معاه فهو يحمد ربنا يعني دكتور اه ماشي بساتري اه ماشي بس تراعي يعني تراعي الاصول تراعي الاصول والبرتوكول الطب عندنا اشعة سلسية الابعاد اعمل فرق بينهم اصلا في السعر يعني ما فيهوش فرق اصلا تقريبا بين البانوراما والاشعة سلسية الابعاد حاجات بسيطة جدا هو في الطب في اي فرع في الاسنان برضو لما ربنا سطرها معاك وانت مش مشي تبقى للجايدلاينز فما تتمداش قوي وتقول انه مش لازم أه بالظبط اها اه يقول الحمد لله اه اا احناقولنا الحمد بضيما الحمد لله بس تأكد ان سطر ربنا معاك وربنا علم ان انت مخدتش بالاسباب بالظبط اخد بالاسباب ايوه انت ماشي بالاسباب الصحة بالظبط فما خيأ انت يعني تعاملت مع سطر ربنا بستطر دا دا لكلمة الصحية بالظبط وجب عايزة انا ايه لحتة مهمة فيه زراعة فورية ولا الزراعة الفورية دي لها سيتيويشة معينة طيب أهم حاجة في الزراعة الفورية التقليدية آه إن كان المسمى اللي الناس تصلحت عليه على تسميات مختلفة للزراعة ما فيش حاجة اسمها زراعة في جلسة واحدة في أي طريقة من الطرق دي كلها ما فيش زراعة في جلسة واحدة تماما مش موجود في أي حتة في الدنيا زراعة على مرحلتين بجلستين على الآل الجلسة الاولى اللي هي بنحط فيها الجزء المعدني ملتيتينيوم في عظم الفك المرحلة التانية اللي هي بنعوض فيها التركيبة النهائية أو الشكل النهائي للدرسة أو السنة اللي بنبدأ نشوفه بعينين ما بين الفترتين دول على الأقل على الأقل تلت شهور لو ما عنديش مشاكل في العظم أو عندي أي مشاكل تانية بحلها مع الزراعة طيب الزراعة الفورية يعني زي الصورة كده هشيل درس بايز حالا زي الدروس يا دكتور أبي اتكلمنا عنها من حشو العصب البايز اللي بنشوفه هنشيل الدرس ده وهنحط زراعة الصورة دي فيها مشكلة نقصة في العظم دي الحالة دي المشكلة مش كبيرة فنقدر نعمل زراعة وتطعيم عظم أو بنا عظم يعني في نفس الزيارة الزراعة بقى الكلاسيكية أو التقليدية هي دايما بتبقى أصعب شوية أو عشان بيبقى حصل الفقدان بقاله فترة فحصل دمور للعظم فدايما الزراعة الفورية مشاكلها أقل علشان كانت الجدور موجودة فالجدور دي حمية الموضوع يا دكتور أيمان نقطة فنية صغيرة أنا لازم يعني ما بحطش الزراعة في نفس مكان بالضبط بتاع الجدر أنا لازم أنزل العظم كان سليم تحت الزراعة رفسها ممكن ما أقدرش أعمل زراعة فورية علشان تحت العظم ده يعني تحت المستوى آخر الجدر القديم في عصب فمش هقدر أنزل ومش هقدر أعمل زراعة فورية عندي عدوة جديدة جدا بسبب خراج من حشو عصب بايز أو من أي حاجة عدوة جديدة جدا لو حطيت زراعة أكيد مش هتلتقم بعظم الفاك مش هقدر أعمل زراعة فورية يعني مش كل حالة عندها سنة مكسورة أو جدور باقية ينفع تعمل زراعة فورية لأ ممكن حالات نحتاج نشيل ونستنى وقت على ما نزرع زبط العظة زبط العظة دي حاجة في منتهى الأهمية في التجميل وفي الزراعة وفي أي نوع من أنواع التركيبات التيم جي أو المرفصل اللي هو بتاع الفاك ده ليه وضع مريح ليه وضع ريستنج وليه وضع وإحنا بنشتغل أو يعني بنتكلم أو بنضغ الريكورد زي لازم تتاخد وليها طريقة معينة أن احنا نعرف علاقة الأسنان ببعضيها في حاجات من الحاجات الجديدة زي السيرك أو الكات كام يا دكتور أيمن فيه أبديتس على السوفت ويرز الجديدة أنه هو بيعمل مقاسات للعد لكن ما قدرش ياخد المقاس المتحرك بياخد المقاس السابت فبينفع في التركيبات اللي هي في أسنان خلفية ظبط الموضوع هي أوريدي بتعضي مظبوط فهناخد الريكورد على السابت لكن حالات زراعة الفك الكامل حالات التركيبات المعقدة واللي هي فيها تجميل على الزراعة نعمل تجميل قدام وهنعمل زراعة وراء الحالات دي لازم ضبط العضة بمقاسات معينة وليها حاجة كده حاجة اسمها فيسبوك وحاجة اسمها سيمي أرجست بالأرتيكيل وشوية حاجات كده هوت لو الحاجات دي ما تعملتش التركيبة هتبقى أو النتيجة هتبقى سيئة جدا 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 فوق محاديك تدخيل الناس الكبار في السن اه ايه الجديد له زراعة الفك كامل زراعة الفك كامل الناس الكبار في السن ليهم ثلاث اختيارات أسوأ واحد فيهم الطقم المتحرك اللي هو القديم ده بيعمل تأكل في العظم ومعام مشاكل واجتماعيا كمان بيقعوا مشاكله كبيرة جدا في حاجة اسمها زراعة فوق او طقم فوق زراعات ان احنا عندنا مشاكل كبيرة قوية دكتور ايمن مثلا في الجوب الانفية مع حالة مرضية كبيرة متقدمة زي السكر فمش عايزين نرفع جوب امفية ومش عايزين ندخل في القصة دي فبنحط زرعتين لأربع زرعات في المنطقة الامامية وبنعلق عليهم طقم متحرك بس بيثبت على الزرعات دي وبيعيش ثابت وكويس وكل حاجة احسن حاجة في الدنيا بقى انك تعمل استعادة لكامل عرض بالفك استعادة لمن اربع لتمن تركيبات زرعات في كل فك ده قال لتقدير اربعة واقسى قدير تمانية وتعمل عليهم تركيبة ثابتة بيعض عليها وبيعيش بيها زي السنان القديمة بالزبط بدون اي مشاكل والموضوع ده بيحصل كتير جدا يا دكتور ايمن ونتائجه مزجلة وهدك معالح هي اضافة هائلة لنا انا خسعيد مني طبعا بجمهاريتك وبسلوبك الرأى واكيد انه اليوم اللي هنتكلم فيه طب الاسنان معاك هنفتح كتير جدا من الملفات المغلقة وانا اعتقد انه السيزون ده انا هخليك تفتح كتير من السندي السوري انشاء الله انشاء الله انشاء الله ضيف العزيز واحد من سوبر السرز هذا المجال المجال لطب الاسنان دكتور احمد الافاص اخصائي تجميل الاسنان الموضوع الاكاديمية الامريكية لتجميل الاسنان كان مبدعا كعادته في واحدة من اهم حلقاتنا في السلسلة مهمة جدا في عالم طب الاسنان خليكوا دايما مع دكتور اشتركوا في القناة من اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم احنا بندر كل حتة في جسمنا ضرر كبير رقبتنا وظهرنا ضرر كبير جدا جدا تعالوا احكي لكم قصة مهمة جدا لتوماس هيرزوغ ده مدير اعمال النمسوية كيري كورنبيرغ طبعا اسماء صعبة خالص كيري كورنبيرغ دي لعبة قفز بالزانة ودي عندها 21 سنة تعرضت الافتطام قوي جدا اثناء اللعبة ده محترفين ده شغل المحترفين بصوا وهي بتقفز بالزانة استضمت استضامة كبيرة جدا مما تتسبب لها بكوادريبليج او شلل ربع في ثانية في ثانية تأثرت القدمين بالزات والايدين على فكرة تأثرت لكيرة وبدأت الآن يعني بتحاول انها تعود مرة اخرى بيقولوا انه الاساليب الجديدة في العلاج هي طبعا دي اصابتها اثناء ما كان بتتمرن في مدينة انسبورغ دي بيقولوا ان الاساليب الجديدة في العلاج ممكن تفيدها الى حد ما لكن تهور مش تهور بقى يعني اصابة المحترفين غير اصابة الناس العادية يعني اصابة الناس العادية يعني مثلا دي محترفة بالوقت بدأت يعني ما تيقاسش وتعود مرة اخر لكن احنا ساعت بنعمل حاجات تضرن جدا وبحاجات كتيرة يعني دولها تطلعها موضة قوي الكرة كبيرة دي اللي بيلعبوا بيها في البيوت الكرة كبيرة كده مططية بيلعبوا فيها بالبيوت الحاجات دي خطيرة جدا الكرة دي تبدو امنة لكن هي في منطقة الخطور ناس بتلعب القرة دي بص شف بص الخبطات خبطات جبارة بص بص دي طبعا هنا ناس بتهزر مع ناس اللي بيهزروا خبطاتها في منتغة الخطورة واللي ها بفيها بص ده راح في ودول طبعا الاربعة كل واحد راح في ناحية الواعة دي ممكن تكسر رأبة دي ممكن تكسر رأبة الحركة المفاجئة تكسر رأبة بص ده في منتغة الخطورة ده خلاص ده الظهر بتاعه كل سنة ده ظهر ورأبة وكل حاجة وده برضو لقر ده ده طبعا الناس اللي بتتخور هتتعور وساعات يكون الثمن غالي لكن العلم الحديث بيوفر إلى حد ما فرص لأولئك الذين يصابون إصابات كبيرة البي أربي هذا العالم المثير مع ضيفي العزيز الحقيقة اليوم لقاء مهم جدا مع قمة علمية كبيرة واسم كبير ولا أنا بعتقد أن هذه واحدة من اللقاءات القرن الواحد وعشرين يعني إيه لقاءة القرن الواحد وعشرين؟ يعني العلم الحديث جدا في عالم العناية بالعمود الفقري وبالعضلات ضيف العزيز الاسم الكبير لسيس دكتور عيمان عينب في قوانين في الجسم ما نقدرش نبدلها ولا نغير ألم فضاري ده نزل لقضروفي ونزل لقضروفي يعني أعمل اللي هو مش محترف يتجنب المخاطرة العالية لأنها هدفع ثمنها ذات 15 سنة باخد علاج مش بتاعي دمروني بجد إزاي إحنا نكسر القانون ده ونوصلك لمرحلة البناء والتصريح البي أربي عزل عالم المثير لا فيه أولويات وأنا ما بفكر العين بفكره في الأولويات دي أني بشهر هخفه وهرجع لطبيعة عمري ما كنت أتخيل كده الأستاذ الدكتور أيمن عينب أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية طب جامعة القاهرة حاصل على دبلومة علاج الألم بتنظيم فيسيولوجية الجسم ميلانو إيطاليا زميلة جماعية العالمية لجراحات مناظر العمود الفقري فرنسا ضيف العزيز الإسم الكبير أستاذ دكتور أيمن عينب أهلا بيك دكتور أيمن أهلا بيك دكتور وحشني والله وانت كمان الحقيقة النهاردة عنواننا البي أربي يصلح ما لا يمكن إصلاحه صح كده؟ صح وأنا دايما أنا بقى بقول الإسم الثاني للحلقة النهاردة حلقة القرن الواحد وعشرين العلاج للقرن القادر القرن الحالي والمستقبل لكن عايزة بدأي الأول إيه رأيك في اللي احنا شوفنا دلوقتي؟ طبعا الإنسان بنيته ضعيفة زي ما حارك كنت قلت قبل كده في حلقات قبل كده إحنا ما عندناش حاجة تحمينا من بره إحنا شوية لحم عضلات سهل الكسر مفاصل كتير أو بتتحرك سهل تتمزق فأي إصابة بتنتج عنها كرسة المحترفين وغيرهم يعني برضو من أسوأ ريضات اللي زحلقة على التلج السكينج ده ده ليه مشاكل وكسر عمود فقري هقول الأسف اللي بتكسر أو بيبوز في العمود الفقري أو في الجهاز العصبي ما بيرجعش داني لغا دلوقتي اللي ممكن قدام الدنيا تختلف إنما كل واحد يتجنب المشاكل هم محترفين فده وظيفته الرئيسية فقدامها عواقب وساعة بتحصل وساعة تأفي نسبة مخاطرة عالية فمش كل الناس كده إنما اللي هو مش محترف يتجنب المخاطرة العالية لأنها تفعت منها غالية اللي بيلعبه بالبتاعات الكور الكبيرة دي الساعة التهور بيخليك تقعد تطع عمرك تتعالج بمشكلة أنت كنت تفغين عنها بسبب رياضة بسبب يزار مع واحد أنا جالي مرة عيان بيقول لي أنا سواء تاكسي بهدلني ضرب فرمالة فجأة ومنخبطش في حاجة بس طلعوا قدام فجأة رقبت وتمزقت وعايش بقى له سنة بيتعالج بينها بس عشان فرمالة تاكسي يعني فأنت عندك مشكلة إن سهلة تتصاب فخلي بالك ده هيجورين للسؤال الأول الالتهاب كلمة رخمة وصعبة بس أنا أول مرة النهاردة وإحنا بنجهز الحلقة أعرف إن فيه أنواع التهابية وأنواع ألم في العضلات والفقرات والمفاصل فيه أنواع للتهاب وللألم ما هو الألم بتصاحب الالتهابات دائما إنما إحنا فيه عندنا نوعين من الالتهاب فيه التهاب ممكن يشفيك وفيه التهاب ممكن يموتك يعني إنت دلوقتي عندك العربية لما بتيجي تدورها لو البطارية قويسة مرة واحدة بتدور المطور بيشتغل بتمشي صح؟ لو البطارية ما بتديش فولت المناسب بتوعب تدور كذا مرة لما تستهلك طاقة البطارية الالتهاب المزمن ده التهاب بيدي مقدار معين من الالتهاب الجسم مش قادر يصلح معه المشكلة فبيقعد يستنفز طاقة الجسم لفترة طويلة فبيدخل العين في مشاكل تانية فده التهاب ممكن يموتك الالتهاب الحد ده التهاب بيوصلك لمستوى التصليحي المناسب اللي بتخف معك فعشان كده المرضى المزمنين بيقولك أنا بقى إلي عشر سنين بلف عند كثرة وما أصرتش هو معا حق بس هو الجسم ما تصلحش ما تصلحش ليه؟ عشان ما وصلش للمستوى المعين ان نبدأ مع التصليح طبعا حضريك عارف فيه قوانين في الجسم إحنا ملزمين بيها ما نقدارش نبدلها ولا نغيرها القوانين دي إذا وصل التهاب لمستوى الحد تبدأ الخلاية تخش تبدأ عملية البناء تحصل لو ما حصلتش هتعيش بيه طول عمرك ودي حقيقة ثبتة الخسونة وألام العضلات إذا طولت عن كذا شهر ثلاثة لستة شهور يبقى أنت معرض تعيش بيها طول عمرك إزاي إحنا نقصر القانون ده ونحاول نمشي عكس الطبيعة ونوصلك لمرحلة البناء والتصليح بحقن الصفاحة الدموية والبلازمة اللي هي اسمها الـ PRB هنيتكلم عنها بالتفصيل هل بقى هل الحكاية دي يعني بتجيب نتائج ولا لأ هل في ناس كتير بيستعملها ولا لأ إحنا عندنا قانون كوني إن الحاجة المفيدة بتفضل والحاجة اللي مش مفيدة بتختفي صح يعني أنت أكيد سمعت عن كذا صائحة في الطب بطلعت واختفت أو كملت وكبرت وانتشرت لأن يعني فيه آية هنبدأ بيها بس فأما الزبت فيذهب جفاءا وأما ما ينفع الناس فيمكس في الأرض فدي قانون كوني موجود في خلال السنتين اللي فاتوا أنا سبحان الله لقيت كمية ناس بتشتغل بالPRB دا كثرة وجامعات دخلته ومستشفات تبع مراكز كبيرة منها الجيش دخلته وبدأت تحقن به وبدأت النتاج تبقى هائلة بيجي لي ناس من الأقاليم والمحافظات في مصر مختلفة بيقولوا إحنا حقلنا وتحسلنا أو كذا دكتور بدأ يحقن الانتشار زاد دا دليل على النجاح الحمد لله وإحنا عندنا كمية عينين كتير جدا محتاجين تصليح مش تسكين الأثار الجانبية المسكنات عنيفة ما عندناش بدائل للأسف فهو إصلاح ما لا يمكن إصلاحه بدونه دي حقيقة ما فيش تغيير في ميجا ستار وناس رأس ما لهم في جسمهم يتعالجوا بالPRB جارس بيل ندال النجوم الرياضين يعني جارس بيل دا نموذج ليه العلاج بالPRB في إصاباته كان ممكن تطول فترات طويلة جدا وإصارها بالPRB صحيح زي محارك بتقول برضو الإصابة في أولها الجسم بيبقى لسه مستعد إنه تصلح الإصابة بعد فترة طويلة بتبقى مزمنة بتتكون كذا بقرة ألم ما بتبقاش واحدة بس ودي برضو فكرة العيان بالعملية اللي عنده غضروف اللي بقاله خمس سنين عنده غضروف زي اللي بقاله ستة شهور لأ طبعا اللي بقاله ستة شهور دا حيشيله غضروف حيخف اللي بقاله خمس سنين دا حيشيله غضروف حيخف في ثلاثين في الماء مين أشهر أماكن الألم أشهر أماكن الألم هي أماكن المفصلات هي مناطق الحركة إيه أشهر مناطق الحركة عندنا الرقبة زي دي كده ده مفصل فك طبعا من العشمال وده من أسوأ مناطق الصداع عند المرضى ومفتكر دايما أنه عنده العصر الخامس ويطلع مفصل فك الرقبة مشكلتها كمان أنها بتعمل دوخة وبتعمل إحساس الترجيع والصداع المستمر دي منطقة مفصلة أنت دايما قاعد على الموبايل برقابتك قاعد موطي وأنت بتكتب على المكتب فدي منطقة مهمة جدا في الحركة نص الظهر وآخر الظهر لأن دي الثلاث مناطق اللي فيهم حركة طبعا الرقبة وآخر الظهر هما نمرة واحد لأنه نص الظهر ده فيه فقرات الصدرية فإلى حد ما محجمة الحركة شوية فما بتتصابش كتير قوي إنما آخر الظهر دي هي اللي بتنقل وزنك على رجلك فدي دايما مفاصل الحوض اللي بتلقبط مع الدسك وآلم أسفل الظهر اللي بالعام بيقوم من نوم ظهره مش عارف تحرك منه وساعات ممكن يقعد يومين تلاتة في السرير مش عارف تحرك بسبب نبات الألم اللي بتروحه وبتيجي مع الشتاء مع تغيير المواسم مع الشغل التقيل فكل دي أماكن كتيرة جدا طبعا الكتف كل ما بتشيل حاجة بيدك تقيلة كتفك بيتمزق عضلات كتفك من وراء تفتكرها إنها الفقرات دي برضو من أشهر الأماكن بذات في السيدات مناطق التندو أكيليس اللي هي بيسموها العرقوب وطر الرجل فدي وطر العضلة كعب عالي بالضبط وممكن كعب دائم المشاكل جامعة مفصل الصبع الإصام اللي هو الإبهام ده من أكتر أماكن الألم وطبعا عضلة السمانة اللي هي طبعا اللي بيتمشيك وعندي إحساس جوه إنه هو عمره ما هيروح هل الكلام ده علميا صح أو لا؟ كان لسه عندي مريضة ستة جميلة سيدة فاضلة فوق الستين بيجي لها ألم في ظهرها جامد جدا بيقعدها عشر ايام في البيت مبحرقش قالتلي أنا ما عنديش للأسف رفايات العجز أنا ما قدرش يقعد في السرير عندي واجبات كتير بقوم بيا وأنا كنت معتقد أن حيجي ليوم في الأيام أنه ظهر عيخف إزاي أنا مش عارف ستة دي الحمد لله خفت خفت تماما تشوفي هات 100% وكل ما شوفها بتقعد تدعي لي ستة جميلة جدا هيتعتمد على إرادة المريض المريض اللي عنده إرادة بيدور على حل وحيوصل له ويمكن إحنا لو تكلمنا على أنواع المرضى فمريض طبعا عنده طاقة سلبية كتير وده دايما ماشي محبط وعنده دايما تراكمات نفسية فدايما بيقول إن عمري ما حيخفه عايش كده وفي مريض دايما عنده طاقة إبجابية بيدور على علاج مختلف ودايما حيلاقي حل وبيتعاون ده مريض هاين أنا هقف عنده حتة مهمة جدا والحقا أنت ديك يعني زي ما بيقوله الفضل الكبير في توضيح هذا الأمر بالنسبة للمجتمع الطبي لأنه الحكاية دي كانت عاملة مشكلة كبيرة الأشعة العيان بيروح يعمل الإنسان بيروح يعمل الأشعة تبقى للأشعة أنت محتاج واو عمالية أنت كارثة أنت زي ماشي على رجليك الأشعة بتوريك أنا بشوف ناس صحابي كده جيبين الأشعات تيجي تشوف الأشعة مخيفة ورجل ماشي وبيلعب بحرك عادي مشكلة خالص فهنا نقف شوية قدام الحكاية دي هل نحن في المجتمع الطبي نعالج أشعة أم نعالج أعراضه كيف نميز بين الأتنين الحيطة دي قضية مهمة جدا لا إحنا طبعا إحنا بيعالج مريض بالأعراض أنا يعني ساعات بيجي لي عيانين كتيرة وبنقعد أول حاجة بقوله شاكويتك إيه أتشوف الأشعات أبدأ أتخض وأقوله غالبا دي عملية أكشف عليه أقوله إنسان لأنا قلته خالص كملكش عملية واحد يقولك عملية تسيبه وتمشي على طول ليه بقى؟ لأن إحنا الأشعة إنها ديسك أو غضروف أو مش غضروف الغضروف ده مش مؤذم السرطان يعني يعني أخره بيبقى جنب العصب لو العصب مدائق منه حيعمل أعراض لو مش مدائق حيسيبه زي ما هو كان لسه عندي مريضة من يومين نفس الموضوع شفت أشعاتها عندها زعزعة فقرات من زلال قضروفي بسألها شاكوتها إيه؟ بتقول لي ألم في الظهر الصبح بتمشي حضرتك بمشي ثلاث ساعات حضرتك ملكيش عملية وعمرك ما هتعملي عملية وهي فوق الستين سنة ألمها حتا التالي وفيه واحد بيبقى عنده الاتنين فأنت بتوزنها هو حيخف بالعملية كم في المية؟ لو حيخف بنسبة كبيرة 70-80 هنعمل له لو حيخف 20-30 مش هنعمل له طب ما نعالجي 70-80 الأول وبعدين نسيب له 20-30 يعيش بيهم فطبعا الأشعات هي مشكلة إن زي محرك بتقول التطور دلوقتي خلى المريض دايما عايز يشوف كل الدليل الديني دليل وده مريض الدليل بيخش من الأول أنا عندي إيه؟ قل الدليل وحخف إزاي؟ أو حخف ولا لأ؟ ويقول لي فحوصات أعمل عرف إنه حخف ولا لأ؟ وإذا خفيت اديني دليل إن أنا خفيت ده مريض الدليل يعني ماشي بالدليل على طول عندي قضية تانية مهمة بفضل قضية خطيرة يعني وبرضا تريدك الفضل في إنك أسرتها كان يعتقد ومازال يعتقد فيه أوصات كثيرة جدا لأنه أي ألم في الظهري ده أنزلق وضروفي خلاص ألم في الظهري ده أنزلق وضروفي وإنزلق وضروفي يعني أعملية والله هاي هو تلك حاجات وربع يعني هو إيه؟ أي ألم في الظهري إنزلق وضروفي وأي إنزلق وضروفي إذا عملية هذا معتقد ريب جدا حسب معك سؤال على لسان يعني مخرجنا الجميل هاني أستاذ هاني عفيفي هي يعني هيسألك سؤال مهمة تعالي نشوف هاني عايزي بسبب نمط حياتنا في السنوات الأخيرة إننا بنقعد فترة طويلة على التابلت لويين رقبتنا أو على اللابتوب حنيين ظهرنا بالكامل والعادات الغلط في المذاكرة على السرير وشيل شنطة المدرسة التقيلة وإحنا صغيرين ومع قلة الرياضة وعدم الاعتماد على المشي انتشرت أوجاع الظهر بشكل غير مسبوك وانتشر معاها مفهوم الإنزلاق الغضروفي المريض بيحس بألام متوسطة أو شديدة بتنتشر في أسفل الظهر وفي الساق وفي القدم وبيحس بالخضر والتنميل وضعف العضلات وصعوبة في القيام بالحركة زي الوقوف أو المشي العراض دي كلها ممكن تكون شائعة وبسبب الإرهاق النفسي أو البدني اللي بتفرضه علينا حياة المدنية إزاي بقى نعرف إن ده إنزلاق غضروفي ولازم نتوجه للدكتور فورا وإيه هو علاج الإنزلاق الغضروفي لإنه في ناس كتير بتفتي وده ممكن يخلي الحالة أسوأ صح معك حق هذا السؤال وهي طيب نبدأ الأول الغضروف بيعمل ألام في الساق وليس في الظهر فأي ألام في الظهر ده مش غضروف اتفقنا دخشونة ممكن يبقى معه خشونة إنما ألام الظهر بس دخشونة حتى لو فيه غضروف في العشاعة على فكرة ملاكش عملية اللي بعده ألام الساق ألام الساق اللي هي ألام عرق الناس لازم أما نرفع رجله ما قدرش رفعه حق 24-30 درجة لازم يمشي يقعد في الطريق من الماشي بعد خمس لعشر دقايق لأ معاه تنميل ويكون الغضروف في الأشاعة مقنعة لا يعني لازم كذا حاجة مع بعض ساعات ناس بتجيلي أشعاتها نورمل وتبص على رجله وتلاقيه برضو نفس الأعراض مش عارف يمشي رجله بتوجعه دي عضلات بقى فهو لازم يبقوا متركبين مع بعض طبعا المريض مش حقدر يوصل لوحده للتشخيص بس أي حد هيقولك عملية لازم تاخد رأيي 2-3 كمان ما ينفعش تخش على طول على العمليات الحق نفسك البلحة يسبقك العين طبعا بيسمع البلحة يسبقك ده بينار لا هو ما فيش غضروف بيعمل كده إلا 1% من الحالات لما يكون جاي أصلا على الكرسي بعجل فما فيش القصة دي معظم الناس بتخف يعني أنا عندي ناس في الاستشارة خلاص بيكون اختفى الغضروف أو هو تحسن والراجل بقى كويس وبقول له خلاص قفلنا قصة العملية يعني معظم الناس بتخف الغضروف ده مش مرعب واللي حيبقى عنده بس الأعراض دي لوحدها اللي هي ألم عرق الناس لو وصلنا العملية حيخفوا بسرعة ودي برضو المرضى اللي بنختارها يعني لو عملت 10 عينين مثلا عمليات حلاقي 3 منهم خفوا كويس جدا وما سمعتش أخبارهم تاني وفكر غرص في البيت حتى وحلاقي السبعة التانين خمسة منهم حييجوا قلولي ظهرنا واجعنا لسه ما خفناش قوي أعليجهم بقى سواء بالPRP أو بعلاق تاني يتحسنوا برضو ويوصلوا له كويس حيتبقى اتنين بقى قاعدين كده دايما ما بتحسنوش فالعملية نتائجها مزاي الناس فكرة إن أنا حخرج سليم أخرج أرجع لشغلي بسرعة لا في حالات وحالات اختيار المريض ده مهم جدا الإفراط على طول عمليات معظم النتائج بتبقى وحشة انت بتبوز حياته مدى الحياة يعني واحد انت دخلته في ألام زيادة وفضل طول عمره يتعالج بيها ما كانش محتاجها أو دخلته في تشخيص غلط وسبت التشخيص الرئيسي زي اللي عندهم تلاف عضلة بيجي لي ناس كتير قوي عندها تلاف عضلة اللي عامل عملية فيبروميارجي آه وغضروف صغير جدا وعمل عملية برضو مشكلة برضو للأسف في أطباء الأشعة بيكتب انزلاء غضروفي ثلاثة واربعة اربعة خمسة خمسة أولا وكلهم نتوءات لا تزيد عن واحد ملي ما يسماش غضروف تشوف بقى الأشعة اللي مسلا تقرير جاي من برا حد عايش في أمريكا ولا حاجة يكتب لك جنبها مالوش أي دليل دلالة كلينيكية مالوش أي دليل دلالة كلينيكية يعني باللغة البسيطة بتاعتنا مش مهم مش مهم حاجة لا تزكر هو ما قدرش ينكره لا تزكر وما قدرش يخطك به إنما هو يقول لك في غضروف إنما مش مهم بس يعني فلازم العين يبقى عارف إيه المهم وإيه اللي مش مهم طبعا إحنا يعني فقدنا الأولويات ما عندناش فرق الأولويات لا في حياتنا ولا في تفكيرنا ولا في شغلنا يعني غضروف صغير زي غضروف كبير ما بتعرفش تمشي زي بتعرف تمشي لا في أولويات وأنا ما بفكر العين بفكره في الأولويات دي إيه اللي حيفيدك أنا حطلعك مع عملية كويس ولا مالوش لازمة أقدر أجنبك قد إيه عملية كم في المية بطرق مختلفة آمنة الـ PRP يمكن أحسنهم أو هو الوحيد تقريبا يعني الحمد لله أنا معالج ناس كتيرة جدا حنشوف أشعاتها يمكن منهم كانوا يعني لعبة كورة وناس كتيرة رجعوا يشتغلوا تاني ويلعبوا وكانوا تاني كتبتمشي خطوطين بتقعد في الطريق الحمد لله تحسنت مع أن أنا جراح يعني أنا أفضل دايما الجراحة أسهل لي بدأ لما أخذ مشوار كذا شهر مع المريض في العلاج إنما أنا بفضل مصلحة المريض دايما نمبر وان إذا كان يحتاج إلى زكا طبعا إذا كان يحتاج جراحة في حالات هتحتاج جراحة بلا شك لازم نعملها زرحة بالزبط وده العين اللي بيزعل بقى إنه هو بيجي مش عايز يعمل عملية وبيفاجأ إنه ملوش مخرج إلا العملية لأنه دخل بقى في سقوط مشت الرجل دخل في ضعف العضلات منظر الأشعة دي عنيف جدا بقى له فترة رجله بدأت تخس طب خلاص بقى يعني إحنا نلحق ما يمكن إنقاذه يعني البي أربي البي أربي هل البي أربي ترى إنه وصل للثقافة المصرية كما ينبغي الآن كما هو في الثقافة المصرية أه أحسن بكتير من ما بدأنا أحسن بكتير الحمد لله أحكي لي بقى أنا عايز أسمع قصص المرضى يعني وعندما يمشي كده تتشوقتني تتشوقتني لعيبة كورة آه ده ده مهم يعني لعيبة كورة يعني أنت ببترجعش واحد يمشي أو راح واحد بقى يرتاح ده 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 أداء عضلي قوي دي حقيقي يعني أنا جالي وبعدين عنده غضروف كبير بدأنا بالعلاج الحمد لله تحسن دخلنا في البي ار بي تحسن أكتر آه أنا بقوله أنت بالنسبة لبن أدم طبيعي عمره ما حيشتكي إنما أنت يعني بيزود نفسه جدا في الحمل ده 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 أشعة تلاقي بكورة لا ده ده أشعة آه تانية مريضة كان عنده ده يعني تشايف فقرات العنقية على اليمين دي كلها ملخلاخة دي كلها زواد عضمية عدم ثبات آه ألم في الرقبة جامد إلا على الشمال نفس القصة معه غضروف عالي قوي واحد واثنين لسهم اللي أخضر ده ده نزله غضروفي جنب الحبل الشوكي واحد اثنين قطني ده حبل الشوكي المريض ده كان طبعا مرشح للجراحة ده عنده اثنين وخمسين سنة من أسيط وعنده كان مشكلته المشي ما بعرفش يمشي خمس ده وعنده في الطريق برضو هو خاف من الجراحة بدأ أنا بالحق الحمد لله هي جلسة واحدة خاف سبعين في المائة مرش لمشي كويس جدا كلام ده من سنة ومن ساعتها الغد دلوقتي زي الفل ده حالة نمرة اثنين ده سيدة من الفايوم عندها تنين وستين سنة عندها ألام كانت بسبب دي قناة العصبية لو حضرك هتبص على اليمين هتلاقي العلامة خضرة دي قناة عصبية دايقة العلامة الزرق قناة عصبية واسعة بأن الفرق بتهي آه طبعا بالضبط دي ده نتيجة الخشونة وزواد العظمين من المفاصل فدي كانت عندها ألام عرق النسف في الساق اليمنى تحسنت برضو الحمد لله 90% 90% وسبعين وكده دي أرقام من بق العيان عيبقول له ادي نفسك رقم يقول لي فالحمد لله جلسة واحدة برضو تحسنت ماكملناش ده غضروف قطني اللي برضو العلامة الخضرة دي خارج ده 4-5 وجاية على هتلاقي حتة على العصب الشمال شايف العصب البيض اليمين اللي هي عليه النوقات الحمرة ده مخرج العصب فحتة غضروف السودا دي جاية قفل عليه ده عنده عرق النسا ألم شديد جدا ألم شديد جدا ده مريض برضو عنده 55 سنة ومشكلته انه عنده ألام عرق النسا في الناحي اليمين وكان مرشح لجراحة والحمد لله تحسن بعد حوالي 3-4 جلسات يعني وصلنا النتائج 70-80% الحقن الموضعي هنا يعني فيه أماكن بقى عضلات بتحتاج لحقن بمباشر فيها صح صحيح وخصوصا انه فيه ناس دلوقتي يبقى تقدي عندها الشكوة العضلية كبيرة قوي بص تلاقي خصوصا اللي بتمررهم في الجام الستاتة البيوت البنات عادتهم للغلط تلاقي حتة فرقة دي بيتموت أه صحيح وبعدين طبعا تعرف فيه ناس دلوقتي يعملين بقى اللازق عارف اللازق عارفها الملونة دي الملونة دي والناس مبسوطة يعني الناس ملونة تعطي الرياضة اه اه يعني هما بيشوفوا على فاكرة اللازق دي أنا معرفش دورها ايه يعني أنا معتقدش هو هو زي ما قلت حردتها مخدر لا مفيش حاجة طولت حتخف لوحدها يعني عشان بس نبقى واضحين واللازق دي مش تفرق معا أخاك أول حاج خلص هو بتقلل الألم زيه زيه ايه حاجة في الدنيا إنها ما بتعليكش المنبع نفسه احنا اتفقنا الجسم الحالات المزمنة الألام المزمنة بيركنها في الأرشيف ما تطلعش من الأرشيف تاني هتقعد طول عمرك في الأرشيف مش هيتطلعها تاني إلا تتهاب الحاد اللي بيحصل نتيجة المواد التحفيزية اللي بقى الصفاحة الدموية تبدأ تنبه الجسم إن الإصابة لسه حصلة يبدأ اشتغل عليها صلاحة يرجحها زي الأول إذا المطور دار ما بيتفشها لما بيخلص بطريقة بسيطة مبسطة يعني بدون ما نخش في تفاصيلة الضيئة فالفرق بين ده حاجة اسمها ريجينرتف ميديسن اللي هو الطب التجديدي سواء البي ار بي هو على رأسهم أو حاجات تانية كان برولو سيرابي البايوبانكتشر فيها حاجات تانية كلها بتدور برضو المطور بس ده أحسنهم أحسنهم ليه؟ ناتشرال من دم العيان من نفس الخلايا بتاعته كل واحد على فكرة بياخد سرعته برضو فالسن الكبير بتأخر درجة الخشونة العنيفة نتائجها مش حلوة السن الصغير أحسن الرياضي أحسن اللي عايش في جوه صحي أحسن يعني تقول لي مثلا أحسن شعوب بتعليجها أو نتائج في الشعوب يمكن الدول اللي حوالينا أهل اليمن وليبيا والسعودية عندهم جو حلو ما عندهمش تلوث طبعتهم البدوية والصحرة دي خليج اسموهم سليم أكلهم متوازن فعنده جازل منع سليم بشتغل بصورة حلوة قوي اللي عايش في منطق التلوث عنيفة شامم أكل وشامم ريحة مش كويسة شامم جو ملوث بيأكل أكل كيماوي في كيماوي كل ده بيأفل حاجة اسمها خلايا الجزعية اللي هي مسؤولة عن التصليح هيا فيه سؤال لمخرجنا قال عبد الخارج أستاذ هلال السويدي بس هتسمعوا على لسان مخرجنا الخارجي أستاذ هاني عافية تعالوا نشوفه هاني هيقوله ألم أسفل الظهر الحاد ألم بيظهر يمكن بشكل مفاجئ وأحياناً بيكون ألم حاد وعنيف وبيوصفه المريض بشعور بحرق أو واغز سككين بتختلف شدته من معتدلة لحدة وقابلة للتغيير ألم أسفل الظهر بيحصل بعد القيام بنشاط مجهد أو صدمة معينة وممكن يحصل من غير سبب واضح الدراسات بتقول إن 80% من الناس بيتعرضوا لألم أسفل الظهر ولو لمرة واحدة على الأقل لطول حياتهم فاللي بيرفعوا أوزان تقيلة واللي بيعملوا في يومياتهم حركات إنحنائية خاطئة واللي بيسوقوا الوقت طويل واللي بيستخدموا الدراجات النارية والمدخنين ومتعاطي الكحول والحوامل في الأشهر الأخيرة وحتى اللي بيمروا بفترات توتر عاطفي أو نفسي كل دول معرضين من غير حوادث واضحة للإصابة بألم الظهر الحاد فإيه علاج ألم أسفل الظهر الحاد؟ وهل البي أر بي ليه دخل في علاجه؟ وإزاي نقي نفسنا منه؟ وإيه خطورة إهماله والاعتماد على المسكنات في مواجهته دون الرجوع للطبيب المختص؟ كل المخرجين، كل الناس اللي تشتغل في الميديا بيشتكوا من ألم الظهر أسفل الظهر ألم الحد ده سيبه حيخف الوحد يعني أنا بيجي لي واحد بيقول لي الألم لسه حصل من أسبوعين جاي أخد PAP بقول له لأحد غدأ خدر وشتها وروح وهتجي لي غالبا كويس وبيجي كويس فالحد ده غالبا وأحنا عايزين نوصله للحد ده هو دي مرحلة التصليح سيبه حيخف الوحده المزمن بقى هو ما عندهش أمل أنه يخف الوحده للأسف فلازم نرجعه للحد بإلحق PAP ده لو الألم دايقاء يعني إيه مع الطالة شغله بيغيب عن الشغل كذا مرة في الشهر بدأ يتهدد يعني كان عندي مريض كان عنده ثلاث عضلي المريض دوت كان تقريبا حيتفصل من شغله وقاعد كذا سنة في البيت ما بيخرجش حبيقول لي حتى المناسبات ما بروحش عاملها لعازها ولا الكلام ده الحمد لله دلوقتي بيدور على شغل تاني برضو ده من ضمن الحاجات المزعجة حتة دي حتة دي مزعجة جدا جدا دي عضلة اسمها ترابيزيس دي أكتر عضلة بتشيل إيدك طول ما انت بتشيل في إيدك طول ما دي شغالة تشيل تقيل دي تتمزق تلعب جامد دي تتمزق دي عضلة مزعجة جدا وبتضرب تنميل في الإيد بالكتف تضيعة تضيعة دي برضو بتتحقن الحقن احنا بناخد كذا طريقة في الحقن بأعماق مختلفة ممكن نوصل للعضلة الداخلية وفي عضلة تحت عضلة وممكن ناخد العصب اللي تحت الجلد وممكن نوصل للمفصل جو المفصل على حسب الأطولة اللي نشتغل بيها وعلى حسب احنا عايزين نوصل لإيه في الآخر طبعا احنا بنشتغل حاجة اسمها ساعات سيجمنتل سيجمنتل يعني منطقة معينة بتتحقن بطريقة معينة بحيث تتفرش وكلهم يوصلوا للتركيز الدخلي للعضلة ليها طبعا الحقن تركيزات معينة علشان ساعات الزيادة في التركيز بيقلب بالعكس وساعات برضو تركيزات القليلة ما بتديش النتاج الكويسة فكل واحد ليه المناطق بتاعته بالكمية بتاعته دي طبعا الأنكل بالأربطة بتاعتها من أسوأ الأماكن كان خنقت العصب برضو من أحسن حاجات اللي بتخفها ما بايتش عامل عمليات تسليق عصب دلوقتي بقالي كذا السنة بسبب كل الناس بتخف بالحقن من يعتقد أنه يائس أو لا أمل ده ألم مزمن بالوسني نقول له ايه طبعا إن شاء الله في أمل بس برضو أنا بقول له عياني مش هناخد أمال عنيفة علشان ما نخبطش في السقف كل واحد ليه الأمل بتاعه و المقدرة بتاعته يعني اللي عنده 70-80 سنة مزاي اللي عنده 20-30 سنة اللي جاي في درجة خشونة خمسة مزاي الواحد واثنين فكله برضو بالنما دايما فيه أمل إن شاء الله من إذا قدم عليه أي حد يقول له يلا قطت عمليات يلا نعمل عمليات لا 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 طبعا مفيش حاجة اسمها القرار السريع ده قرار السريع ده أبدا وخصوصا في العمود الفقري ما عندناش طوارئ دي يعني مش عين دخل في غيبوبة ولا ورم في المخ لأ لازم التأني لازم اديله فرصته إذا استنفس كله فرص أو فيه أعراض مخيفة حقول له وبرضو ما فيه شاء الله بكرة دي يعني أي حد يقول له كده يسيبه وامشي يخد رأيه تاني وثالث وما فيش أسكله واحد للأسف مش حجار رأيه فأنت شوف حد تاني يقدر يفيدك بطريقة تانية بس إذا كان الأمر فعلا بي أر بي وعلم حديث ينبخي أن تفهموه جيدا العلم الحديث في هذا المجال أعتقد أنه فتوحاته ستبقى كبيرة جدا فيه المستقبل القريب جدا والحاضر طبعا أنت لوطني وأسعدتني وكان حوارا ممتعا كالعادة ضيف العزيزة لكم العلماء الكبير والأسوة دكتور أيمن عينب كان ضيفي في الدكتور البي أر بي كيف يعمل هذا ما سنترككم معه ونذهب إلى يعني نكمل الشاي بتاعه مش كده وليه خلي بالكم من ظهركم واوع من البتاع الكبيرة الكورة الكبيرة دي اوع منها خطر جدا 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 خلوه دايما بعد الدكتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم في واحدة من اهم حلقاتنا العلمية التي تبحث دائما عن الوعي والثقاف الاورام اللي فيه موضوع مهم جدا جدا والحقيقة الورام اللي في اهميته انتشاره ومدى تأثيره ومدى جهل الكثيرين بمدى تأثيره الستات بطبيعاتهم خوافية والستات بطبيعاتهم عندهم دائما ده طبيعة كل ستة في مصر وخارج مصر بس خلينا نتكلم اقليميا اقول لكم دايما ان التوقع الاسوأ هو الموجود فكرة الناس عن كلمة ورم فكرة مخيفة طبعا رغم ان كلمة ورم ليه فيه هي بطبيعة الحال ورم حميد لكن السؤال اللي وراها على طب يقلب يا باشا يبقى خبيث ده من ضمن الاسئلة الالمية المهمة جدا ولا ينفك كل مؤتمر ان يؤكد على اشياء خاصة بمصاحبة بعض الاورام الخبيثة للاورام اللي فيه دايما نقول انا ان الاورام اللي فيه مخادعة لانها اورام تبتلك المكان يعني ايه كلمة ورم يبتلك مكان يعني ايه درجة هنا واعمل اعراض واجي هنا واعمل اعراض تانية هنا نقدر نقول عليها هو ده خبس التصرف ما نقولش كلمة خبس هنا عشان برضو الناس تربطها دايما بالخبيثة لانه الورم اللي فيه لوجه داخل تجويف الرحم له اعراض وعراضه بتبقى واضحة جدا من وجود نزيف من وجود صعوبة في العلاقة الجنسية وقلم اثناء العلاقة الجنسية من وجود مشاكل واضطرابات في الدورة الشهرية ده نتيجة ارتباط الورم اللي فيه بمكانه برضو فيه عامل تاني مهم جدا بيلعب دوره الحجم يا جمع الورم اللي فيه له دوره مهم جدا حيث ان حجمه بيختلف من ورم الى ورم اخر ممكن جدا الحجم يبس غير فتلاقي العراض قليلة ممكن الحجم يكبر فتلاقي العراض باقي التبقى كبير كمان غير المزيف ممكن جدا يحصل اضطرابات في الدورة الشهرية وممكن تلاقي غير اضطرابات في الدورة الشهرية بقى الام بحسب الموقع تلاقي الورم اللي فيه بره الرحم تضاغط على القولون فالستة ما تروحشو الدكتور نسي أساسا في أعراضه هتروح ليه أساسة البطنة وأساسة الجهاز الهضم تقولهم انا بشتكي من المساك مزنة بشتكي من مشاكل أثناء التبول لأنه ممكن جدا ورم يبقى قريب من المسان بشتكي من مشاكل أثناء التبرز بشتكي من آلام أثناء الجماع فتروح بقى لتخصص تاني اسمه تخصص سيكسولوجي وتخصص من تخصصات النساء والتوليق اللي هو تخصص يعني ممكن تكون الحالة النفسية ممكن تكون قمطة جماع ممكن ممكن الستة هنا ترتابي غير بقى الإجهاض المتكرر المصاحب لبعض الأورام اللي فيه هنا بقى السؤال المهم قوي ليه ستات في مصر تتأخر في التعامل مع الأورام اللي فيه رغم أن مصر فيها خيرة أساسة النساء والتوليد على مستوى العالم العربي في كل الجماعات وفي كل الإخراجات المصرية في كل حتة يعني من اسكندرية الأسوان فيه من شرقية قاهرة غربية فيه ليه الستة تتأخر هو ده سؤال هل احنا عندنا ثقافة للتدخل المباشر في التعامل مع الأورام اللي فيها ولا لا ده سؤال هل في حاجات كتيرة في مجتمعنا بدأت تخلي الأورام اللي فيها تصل لمرحلة توحش ويبقى عددها كبير أكبر حتى من الموجود في الكتب الطبية يعني منزيدة عن الموجود في الإحصاءات الدولية وطبعاً بيش حاجة بجودة في الكتب الطبية خاصة بالعدد لكن أنا قصد يعني إيه يقولك إيه آخر مرة شوفنا ورام ليفي كان أربعين خمسين ستين ورام ليفي مش عارف في ستة فين طب إحنا عندنا فيه أكبر من كده ده مش ده معناها إن الستة بدأت تهمي ما بتروحش تكشف ما بتعملش كشف دوي ما بتسمعش بالتدقل الطبي المبكر لإنقاذها هو ده هدفنا النهارد هدفنا إن إحنا نزيد الوعي إحنا النهارده جايين عشان نزود الوعي عند الستات ونقول لهم لو ما بدأوش يكشفوا بدري وما بدأوش يلحقوا نفسهم بدري فورا مليفي قد كده ممكن المسألة تقلب لمجموعة من الأورام اللي فيها كبيرة تستدعي استقصال الرحم الكلمة اللي بتخوف ستات برضو كتير رغم إنها احياناً أو ما نقدرش يعني زي ما يقوله الطريق الوحي الحوار اليوم موسيط للغاية مش هيكون حوار أقليمي بس حوار أقليمي عالمي هتستعدوا به جداً في مختلف التخصصات النهارده هيكون فيكم سلطه كبير جداً بس طبعاً اسمحوني إن أنا رحب بضيف العزيز الخيمة العلمية المتميزة والاسم الكبير أستاذنا الأستاذ دكتور سيد الأخص أهلا بيك أستاذ دكتور أيمان منورنا في الدكتور الله يحب دي حقيقة سعدنا بهذه الزيارة الرائعة وزي ما أنت قلت لي وإحنا بنعد في الحلقة دي بقنا يومين وسهرنا وعزمتني على العشا كل أكل حلو قوي أنا فضاهي طبع يعني عادنا وإحنا بنكوننا منأكل وبنتشتغل على الحلقة لأن إحنا مش عايزين نشوف ناس في عندها مشكلة متأخرة في الأقل وإنت عملت المقدمة فعلاً يا صدقة بس تعال نقول إحنا مش النهاردة جايين عشان نزود الوعي حنا قول ردي بالفعل كانت هدفنا الأساسي من أول إطلالة برنامج الدكتور على القاهرة والناس هو زيادة الوعي وباستمرها وفي كل حلقة وفي كل قوة وفي كل حزم ومستمرين في الطرح ومصدقين نفسنا ومصدقين رسالتنا ليه؟ لأن أحياناً الفهم السطحي للأشياء بيخلينا ناخد قرارات زيها يعني إحنا لما بنتكلم وبنقول الأورام اللي فيها طول عمرها الأورام اللي فيها موجودة وطول عمر الأورام اللي فيها ما فيها الألغاز البسيطة والألغاز السهلة والألغاز اللي غير إلى الآن لم تحل ولم وإلى الآن معقدة بمعنى لما إحنا عارفين والناس كتير والسيدات عارفين أن الأورام اللي فيها هو أورام حميد بيجي في فترة اللي هو الفترة ما بين البلوغ وما بين أنقطاع الدورة وفترة الشالد بيرنج وفترة الخصوبة أعلاها على الإطلاق لما نعرف أن عند الخمسين سنة من خمسة وربعين لخمسين سنة سبعين في المائة من السيدات بيزر عندهم أورام اللي فيها سبعين في المائة من السيدات عندهم أورام اللي فيها وتمانين في المائة يعني تمانية من عشرة يعني كل عشرة سيدات تمانية منهم من زباة البشرة السمراء عندهم أورام اللي فيها عندهم أورام اللي فيها بشكل أو بآخر عندهم أورامل فيها صغيرة أو كبيرة عندهم أورامل فيها اشتاكوا منها أو لم يشتاكوا منها لما نعرف أن 50% من السيدات دولة لا يشعرنا أبداً بأي مشكلة ما لعندهم نزيف ولا عندهم بريشر سيمتوم إذا فيش أعراض للضغط الخارجي إذا ما تفضلت في البداية وقلت أن في مشاكل في المسانة البولية وتكرار البول أو في ألم في الجنبين نتيجة ضغط على الحلبين والمشاكل في الكلا أو فيه إمساك نتيجة أن بيحصل إنكرسريشن الميومة أو تتزنق جوه في الحوض فتضغط على المستقيم فيحصل نعمل الإمساك أو يحصل فلوتنس ليبقى فيه انتفاخ نتيجة برضو أن حركة الأمعاء محدودة بالورا متضخمه طيب ولا فيه نزيف تتنقبت معنا الحالة عندنا في البطنة تخش في الدفعانشال ديالنوزيز تخش في الـ ولما تكون المريضة أصلاً عندها سمنة فمتخيلة زي ما اكتشفناك في كثير من الأمراض في كثير من الأورام اللي فيه المتضخمة كلهم بيقولوا كلمة واحدة كنا متخيلين دي سمنة كنا متخيلين دي بطننا وكانت الصعوبة كمان حتى مع السمنة أن أنت تكتشف إن فيه أورام اللي فيه طيب لما كنا عرفنا عرفنا إن فيه الأورام اللي فيه هو جزء أصير من خصوبة المرأة وموجودة موجودة لإن الرحم وظفته حاجتين يعمل بيبهات ويعمل أورام يبقى إحنا عارفين الخطة وعرفنا لما بنعرف عشان نقول مش عاوز أختصر حال فأقول التوعية خير من العلاج لما نيجي نقول إن فيه حملات كمان بتطلع وتقول مثلا إيه وديمونستريشان وبرستد ويطلع يطلع يقولك إيه إن إحنا وقفوا قتل الأرحام وقفوا شيل الأرحام ده مش في مصر ده بره أو يقولك إن فيه بوست هستريكتومي ديبريشن لو نزله حتى الصور إن فيه اكتئاب ما بعد استقصال الأرحام ده تنبيه أخده بشكل معين وأخده بشكل إيجابي لو إحنا كنا عاوزين نقلل هذه مثلا شكل من المظاهرات بتبقى موجودة ده متجومل كأنك بتخسي المرأة كأنك زي ما بتشيل الخصة للرجل لما بتشيل الرحم كأنك أعملت إخصاء للمرأة قتلت المرأة طب لو ده بيقول أفهم من ده إيه إن إحنا ضد يعني نرفعه الأفتات إن الوقاية خير من الألانك هل ده معناه إن إحنا نقول نوقف السقصال الأرحام إحنا ضد السقصال الأرحام وإذا كان السقصال الرحم هو الحل الوحيد لإنقاذ مريضة من النزيف الذي لا يتوقف أو من إنه بقى فيه ضغط رهيب جدا على الأعضاء الجانبية ممكن يؤدي إلى مشكلة رهيبة طيب إحنا نصل إلى ده إزاي؟ يعني ليه استنينا لما وصلنا إلى هذه المرحلة؟ خصوصا إن الحالة مثلا إن البطلة النهاردة إحنا استصلنا فيها الورم طبعا قبل ما نوصل لإنها تبقى حلقة أو حالة لأ ده فهم دقيق وواعي وعميق ليه بيحصل كده؟ أكيد فهمنا كاسر على كلمة ورم ليفي ليه ورم ليفي؟ ييجي واحد فقط يتضخم ويصل حجمه زي ما وصلنا 25 كيلو وفي جينيس ريكورده كان موصل إلى 37 كيلو يعني ليه يصل إلى 37 كيلو يبقى ورم ليفي واحد مش متعدد وليه في أحيان أخرى يبقى ورم ليفيها متعددة ليه الأماكن بتختلف لبعض المريضة ليه سب ميوكس في بعض المرضى موجود في تجويف الرحم ليه بعض الناس في عضلة الرحم فقط ليه بعض الناس على سطح الرحم خارجيا ليه بعض الناس اللي ليه عنقود وليه بدكل وليه بعض السيدات عندهم كل الأشكال المختلفة دي بك وليه بعض السيدات عندهم الأعراض بدري وليه بعض السيدات عندهم الأعراض متأخرة وليه هل فقط بس هو علاقة هل نحن هنا بالصورة بس سريعة دي شاء ونرجع لها تاني دي الأوضاع المختلفة للأورام اللي فيها سواء كانت في عضلة الرحم زي فوق أو في تجويف الرحم زي في النص أو نص في عضلة الرحم ونص سب سيروس تحت الغلاف المغطي الرحم خارجيا طيب فتجبر في مستعمرة خاصة بيها وبعد كده يحصل الماتريكس حواليها الماتريكس يعني إيه؟ كأن الكولاجين اللي حواليه يحصل فيه ديجيناريشا أو بشكل معين يحصل فيبراستيشو نسيج ليفي فتتدخم تعمل كومبون تحوليها عارف كومبون فيبلوء صورة إيه اللي خلى دي بقى ويحصل لها إشارة أخرى يحصل الأبتوز السيل الأبتوز السيل الخلاية ما تموت شي وتبدأ عمالة تكبر تكبر تركبر تكبر تكبر اللي بيخلي هنا يحصل سيل بروفراليش سيل بروفريليشن اللي بيخلي البرولفريليشن هو عملية نعمالة تكبر 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 هل نتيجة هرمونات الاستروجين وبروجسترون فقط واللي هنا كمان اللي الورم نفسه بقى عنده جروث فاكتورز خاصة به هرمونوات او عوامل نمو خاصة به هو تقدر تطوع لنفسه هو بعيد عن هرمونات الاستروجين اللي بجسد المرأة يقدر يكون الله ليه بعد السيدات اللي عندهم سامنة عندهم استعداد اكتر لن يجيلهم الاورام اللي فيها هل عشان هرمون الاستروجين زايد في جسمهم اكتر فيبقى داه كأنه مبيض اخر جنب المبيض الطبيعي عما يطلع هرمون الاستروجين فيغزي طب ده بالنسبة الاستروجين طب البروجسترون طيب ايه تاني هل لما بيحصل في جسد المرأة اللي فيه سامنة يحصل لبعض الانزايمز على مستوى الانزيمات فيحصل حاجز ما اروماتيز انزايمز تطلع فتبدأ تحول الهرمون الذكورة في الاديبوس تيشو الهرمون انوسا فيروح يغزي الاورام اللي فيها بيحصل في الستات طب ليه مش كل الستات السمنة كم مرة ليه مش كل الستات اللي عندهم سمنة ليه ستات عندهم نحافة ونحافة بينة جدا وعندهم برضو السادات للأورام اللي فيها طيب وهل هو فقط مستقبلات الاستروجين والبروجسترون فقط فقط يعني مستقبلات في مستقبلات هل هو خلل في الكورموزومات هل هو خلل في جين معين بيعمل ودسريوليشن ودسريوليشن للمرض ده يعني بمعنى لانه هو الورا معبارة عن ايه خلية من عضلة بتنت الرحم يحصل لها اشارة فتكبر في مستعمرة خاصة بيها وبعد كده يحصل الماتريكس حواليها الماتريكس يعني ايه كأن الكولاجين اللي حواليه يحصل فيه ديجينيريشا وبشكل معين يحصل فيبرستيشو نسيج ليفي فتتدخم تعمل كومبون تحواليها عارف كومبون في بلوء صور ايه اللي يخلى دي بقى ويحصل لها اشارة اخرى يحصل الابتوزس الابتوزس الخلاية ما تموتشي وتبدأ عمالة تكبر تكبر تركبر تكبر اللي بيخلي هنا يحصل سيل بروفريليشن بروفريليشن اللي بيخلي البرولفريليشن هو عملية نعمالة تكبر تكبر هل نتيجة هرمونات الاستروجين وبروجسترون فقط واللي هنا كمان اللي الورم نفسه بقى عنده growth factors خاصة به هرمونات او عوامل نمو خاصة به هو تقدر تطوع لنفسه هو بعيد عن هرمونات الاستروجين اللي بجسد المرأة يقدر يكون الله ليه بعد السيدات اللي عندهم سمنة عندهم استعداد اكتر لان يجيلهم الاورام اللي فيها هل عشان هرمون الاستروجين زايد في جسمهم اكتر فيبقى ده كأنه مبيض اخر جنب المبيض الطبيعي عمالي طلع هرمون الاستروجين فيغزي طب ده بالنسبة الاستروجين طب البروجسترون طيب ايه تاني هل لما بيحصل في جسد المرأة اللي فيه سمنة يحصل لبعض الانزيمز على مستوى الانزيمات فيحصل حاجز اروماتيز انزيمز تطلع فتبدأ بتحول الهرمون الذكورة في الادبوس تيشو الى هرمون انوسة فيروح يغزي الاورام اللي فيها لا بيحصل في الستات والكرش الزايد والبطن المتدلع يطلع اورام زي اللي ما شفنا الاورام باخبارها اين هل كمان ان فيه علاقة زي ما احنا عارفين علاقة بالسمنة وكثير جدا من الامراض حتى الامراض السرطانية وسرطان السادي والاستعداد المفرط للسمنة والامراض هل كمان لبعض الناس اللي عندهم هايبر انسلونيز الانسولين عالي الانسولين عالي اللي يخلي اللي عندهم انسولين زي البيسي او يبقى عندهم السادات يجي لهم اورام لفاية تكاوس المفرط طب عارها عشان الانسولين ليه الوكال افكت عليه الهرمون النمو في الورم النيفي في خليه يكبر وتضاعف عشان كده ساعت لقى البيسي او تكاوسات المباديين عندهم اورام لفاية طب لو كانت الاورام اللي فيها نتيجة الاستروجين طب بطانة الرحم المهاجرة برضو نتيجة الاستروجين وسرطان السادية نتيجة الاستروجين فهل علاقة مباشرة ما بين يعني لازم يبقى فيه ارتباط مباشر ما بين الامراض وبعضها احنا بنفتح اكساد المرأة سواء عن طريق من زرق او فتح باطن فنفاجأ ان فيه اورام لفاية معها والسنات دا اتنين بيتآخروا الانجاب طبعا الانجاب اتنين عندهم آلم لما تعمل الدراسة لتلاتة جروبز موجودة الناس اللي كانت شاكوتهم الأساسية او رامل الفين والناس اللي كانت شاكوتهم الأساسية بطانة رحم المهاجر والناس اللي شاكوتهم الأساسية ما كانش كده راحين يعملو يعملو رابط أنابيب. مش بيخلقهم لنفسه. فتلاقي أن أكتر من 25% 25.8% من الناس اللي عندهم أورام لفاية عندهم بطالة رحم مهاجرة. والناس اللي عندهم شكوى أساسية ألام وبطالة رحم مهاجرة أو شوكولت سيست. تصل إلى 19.6% عندهم أورام لفاية. مش متشخاصة؟ آه مش متشخاصة. يعني ممكن تكون صغيرة وبيديكل وممكن تبقى أحيانا إما الرآي أو الرنين أو الصنار ما يجيبهاش؟ آه ما يجيبهاش. وخصوصا ما يكون بنات عشان بنعمل ترانس فاجينال أو صنار مهبالي مش هنعملهم صنار مهبالي. طب ليه؟ لقينا بقى اللي ما اشتكوش خالص بأورام لفاية ولا بطالة رحم مهاجرة. لقينا اللي يعملون التعقيم لنفسه. 5.5% 5.5% 5.5% في المية من الناس اللي ما بشتكوش خالص بأورام لفاية بطالة رحم مهاجرة. ويصل إلى عشرة في المية لتناشرة فيما عندهم أورام لفاية بشكل أو بآخر. ما بيشتكوش. مش داي زود عندنا الوعي إن المشكلة قائمة وموجودة. طب إيه ده؟ هي زهرت عند البنات دي ليه؟ في سن بدري. نحن بنقول الأورام اللي فيها تبدأ من 20 سنة من 25 سنة وتزيد أو من 30 إلى 40 سنة. لكن بعض المراهقات عندهم زي ما بطالة رحم مهاجرة عندهم أورام لفاية. وإن كان عددهم قليل ولكن يوجد أورام لفاية. نتيجة إيه؟ بعد الدراسات وتؤكد لأن كل ما يكون فيه بداية الدورة مبكرا ففيه وفيه ورصة اللي بطالة رحم مهاجرة. بطالة الدورة مبكرا ففيه فرصة إن يحصل ميوتاشن في الجينات ووظيفتها ويحصل سل بولولفريشن ويبدأ الأورام اللي فيها تزهر. الميوتاشن هو تحور تحور. في الجين وبرولفريشن هو إن الخلايا تبدأ يحصل لها نمو ونمو غير مبالغ فيها مبالغ فيها مش مطلوب. إيه اللي بيخلي كده؟ وإيه اللي بيخلي لما الدورة تتأخر في انقطاعها؟ يعني سن الدورة ما بقى قطاعش بدري كان بقى توسط المرأة عند خمسين سنة ولسه دورة شغالة فتلاقي هي عرضة أكتر لأورام اللي فيها هي عرضة أكتر اللي بتاني ترحم المهاجرة طيب ونيجي برضو نقول وليه البنات اللي اتأخروا في الجواز عندهم أورام اللي فيها كبيرة ومتعددة وكسيفة عن غيرهم هل يعني لما يكون واحدة الجوازة متأخر أو ما خلفتش الجوازة وما تكلفتش يعني الرحم بيعوض نفسه كلام بسيط آه كأنه بيعوض نفسه من الحاملة فأيعمل أورام اللي فيها مش لقى حاجة شالها فبيشي الأورام اللي فيها وكلام أدبي أكتر كلام آه ولكن لما تيجي تشوف بالحقيقة أن المرأة اللي اتأخرت في الإنجاب أو البنت اللي اتأخرت في الجواز فيعرضة أكتر لأنوبيليشن سايكل كتير جدا دورات من التبويض متكررة موجودة فيطلع أستروجين كتير فالأستروجين يبقى في كساتها كتير فيحصل نوع من اتصارة لخلايا العضلية الموجودة فيحصل تحور في الخلايا العضلية فتتحول بشكل أو بآخر أنها تستجيب أكتر فيحصل أورام لفيها متعددة تبقى موجودة ده أحد الأسباب فده يعلمنا إيه أن البنات من بدري تبدأ يبقى فيه روتين للدوري للمتابعة الدورية عشان اكتشاف كتير جدا من الأورام من مبكر ونيجي برضو نقول وليه البنات اللي اتأخروا في الجواز عندهم أورام لفاية كبيرة ومتعددة وكسيفة عن غيرهم هل يعني لما يكون واحدة اتجوزت متأخر أو ما خلفتش اتجوزت وما تكلفتش يعني الرحم بيعوض نفسه كلام بسيط آه كأنه بيعوض نفسه من الحاملة فيعمل أورام لفاية مش لقى حاجة شلفة بيشيل أورام لفاية وكلام أدبي أكتر كلام آه ولكن لما تيجي تشوف بالحقيقة أن المرأة اللي اتأخرت في الإنجاب أو البنت اللي اتأخرت في الجواز فيعرض أكتر لأنوبيوليشن سايكل كتير جدا دورات من التبويض متكررة موجودة فيطلع أستروجين كتير فالأستروجين يبقى في كاساتها كتير فيحصل نوع من اتصارة لخلايا العضلية الموجودة فيحصل تحور في الخلايا العضلية فتتحول بشكل أو بآخر أنها تستجيب أكتر فيحصل أورام لفاية متعددة تبقى موجودة ده أحد الأسباب فده يعلمنا إيه أن البنات من بدري تبدأ يبقى فيه روتين للدوري للمتابعة الدورية عشان اكتشاف كتير جدا من الأورام من بقى مبكر وده يجرنا لسؤال أكتر طب ياك فريد اكتشفنا هنتعامل مع الأورام من بدري ازاي بتدخل جراحي يعني خصوبة البنت تبقى في شكل أو بآخر طب بنت تتجاوز وعندها جرح وممكن حد يقول لها قبل كده كان الجرح بتاع إيه شلت وارام ليفي فكأن البعد بقى فيه اجتماعي كمان عشان نبقى واضحين أكثر الناس بتخاف تقولك الجرح إن بنت يتعامل تعملها قبل كده هتتجوز قبل كده لا حتى لو بنتكلم على وارام ليفي إحنا لازم نواجه نفسنا صح ونواجه مجتمعنا صح عشان نعرف نحل المشكلة صح تجدت فكرة في ادماغ الناس اللي ادماغهم وحشة أنا فهم ده وصلك لده إن ممكن تفتح أي فتح بطن لأ ده إيه دي لأ لما زاد الوعي بيزيد الوعي أكتر لإني ما بكونش يعني أكيد أي بنت ممكن تتعرض لإجراحات مختلفة فتح بطن استكشاف انفجار في زايدة كيس دموي ما هي ندماغ الناس الوحي ما إحنا بنحاول نقول ونصحح مفاهم الناس طيب هنا البنت لما تتعرض لأورام اللي فيها متعددة من بدايتها مش ده يستدعي إنه تبقى عارفة رقم واحد نتابع رقم اثنين نتدخل سريعا رقم ثلاثة طيب لو تدخل ويقولك أصل وشن الأورام اللي فيها عندها استعداد ترجع مرة تانية إحنا بالتأكيد لازم نحط خارطة طريق ويبقى لما عارفين إن إحنا تعدادت الأورام اللي فيها ممكن نستقصر الأورام اللي فيها وبنقول إن فيه معدل الرجوع من اثنين لثلاثة في المائة وبتزيد بعد سنوات العمر لبعض الناس وبعض الناس لأ فبنقول المشكلة لما نتخلص ثاني من الورام اللي فيه هو صغير عن إن إحنا نفتح فتح كبير وفرصة للنزيف وفرصة لنقل دم وفرصة للأنامية وفرصة للمشاكل الكبيرة وفرصة أكبر لستقصال الرحم اللي هيعملك مشكلة رهيبة ومشطة تتحملي إجبار بقر وإنت بنت إجبار تسمعي إنك إنت مجبارة إنك تستقصال الرحم أو إنت مدامة وسيدة اتأخرت في اتخاذ القرار فتفجئي إنك محتمى أو محتم القرار إنك إنت إن فيتها بول حتى أنا قلتها بالإنجليزي محتوم محتوم قرار محتوم إنك تستقصال الرحم لا محالة طيب أحياناً إستروجين هو السبب لما بند بعض الأدوية فتلاقي أنتي إستروجين ضد الإستروجين زي الـ LHRH الانالوج اللي بداي أخذه يوقف الدورة لفترات معينة بنفاجأ إن الورم لبعض الناس لبعض الناس يبدأ يشرنك ينكمش ويزغل فده يؤكد لما بدأنا نقلل الهرمون الإستروجين في الجسم بدأ الورم يقل تعالي نقول إن أحياناً الدبريشن اللي بييجي لبعد استقصال الأرحام أسبابه الرئيسية واحد نقص الأستروجين اكتئاب ما بعد الزلط الرحم استقصال الأستروجين لما بيقل الأستروجين ومرة واحدة بيحصل إيه؟ بيحصل المود سوينج يبدأ فكرهم وإحساسهم موسيقاتهم بتنفسهم بتقل إيه المود سوينج يعني يحصل كأن عمل سويتش شخصيتهم اختلفت بعد ما كانت المستقرة إيه؟ عندها فقدان للثقة بنفسها عندها مدهد غير ليه؟ لأن الأستروجين زي ما بيشغل على كل والناس متخيلة اللي هو ليه علاقة بس بجزء الربروداكتف سيستم إنه هو جزء الخصوبة ولكن الأستروجين ليه علاقة بكل التفاعلات الكيميائية واللي بيتاخن هرمون بينزل للبرين برين استيملانتو بيعمل الحالة المزاجية والمود العالي لما بتطفي النور على البرين على المخ كأنك قلت الأستروجين تخش في الضلمة في الاكتئاب عشان كده اللي بيقى فيه الهرمونات التعوضية اللي ممكن تتاخد عشان تعود المرأة من ده ومن حيث تقول لك أنا المشيل الرحم هتخش في هشاشة عظامي وبعد الدراسات أكدت إنه لا أحنا ما شناش المبيضين وإن كان بعض الناس اللي شالت الأرحام لقينا برضو بشكل أو بآخر فيه شكل من أشكال هشاشة العظام وبعد الدراسات اللي تؤكد إنه من ضمن الحالات إن الناس اللي جخلفوا قبل كده كتير الرحم نفسه حافظ على نفسه إنه ما يجلوش أورامل فيه نتيجة التعرض للإستروجين والبروجسترون الإستروجين والبروجسترون وكلما كانت عندها إنجاب كلما الرحم حما نفسه بنفسه المالكبارة إميون وأحيانا أنتك بتشوف إن واحدة مخليفة مرة واثنين وثلاثة وعندها أورامل فيه متعددة لغز محير وأحيانا تاخد تاخد أقراس منع الحمل فتلاقي إن أقراس منع الحمل معروف إنها بتحمل الرحم من أورامل فيه بس اللي اتخذت للبنات الصغيرة إذا ما بيحصل بره في الثلاثتاشر والستاشر سنة تلاقيهم عندهم السعداد الأورامل اللي فيها عن غيرهم مبكرا اللي خدوا مبكرا واللي خدوا رأس منع الحمل واللي كانوا أكل في هرمون ده ده كمان لبعض الناس اللي أكلتهم الخارجية والإستروجين العالي نتيجة الدهون اللي موجودة يطلع عندهم أورامل فيها كتير وللناس اللي بتاكل لحم الحمر برضا عندهم السعداد الأورامل اللي فيها كتير والناس اللي بتاكل الفجتب والخضروات وفاكهة لأن الفاكهة بتيجي تنضع الاستروجين فيها وبيتحوش في الأمعاء تاكل تتفضي الاستروجين اللي موجود في الأمعاء تلاقي عندهم السعداد يبقوا هلثي أكتر ويبقوا عرضات اللي بتانترحم المهاجرة والأورامل اللي فيها أقل وليه كمان المدخنات هم أقل لعرضة لأورامل اللي فيها أقل أقل لعرضة لأورامل اللي فيها مش معنا كده مدعاء يلا دعوة للتدخين تعمل الدراسات ولأن الناس اللي عندهم المدخنات هم بيحصل لهم بريماتيور أوفيريان فاليار وبريماتيور أوفيريان ديس فانكشن وبيقل الاستروجين موجود عندهم بيحصل لهم كارثة تانية بيحصل لهم كارثة تانية فبيحصل لهم بيحصل لهم لأنترجمها التدخين بيؤدي إلى نقصان الاستروجين أو بمعنى صاحب هقد لمخزون المبيض البيئة والهرمونات والكيميا وتأثيرها المباشر في جسد المرأة اللي انت بقيت مسؤول عن جزء من حياتها ومسؤول عن صحتها في جزء جيالك فيه بتعمل معك عقد شراكة وانتوا قاعدين عشان تشوف الخطط المختلفة لاتخاذ القرار انك تعالج المريضة دي هتعلجها بايه بأدوية هتعلجها بايه بجراحة ايه نوع الجراحة هتعلجها فيه حاجات تانية المريضة دي تختار لها ليه العلاج ده وتعمل مثلا وتعمل سد شرينية للدورة الدموية اللي هنتعرض عليها النهاردة ان شاء الله في حلقاتنا ليه ليه وبعض الناس لأه وليه لما نعمل بعض الحالات اللي زي كده لو كانت بتدور على الخير فما ينفحاش ليه ما ينفحاش اصلي هرمون الام اتش هيقل هو ايه هرمون الام اتش اللي بيقول ان ده المخزون الاستراتيجي للطبويد طب هيقل ليه مع السد الشرينية للورم الليفي لانه هو بيأثر على الدورة الدموية للرحل المبيض ولما يأثر بالدورة الدموية للرحل المبيض فبالتأكيد مخزون المبيض بيحصل له نعمة للمحلال وبالتالي تلاقي تلتهم بدأ يحصل لهم مشكلة وتلتهم ممكن يحصل دورة تتوقف تماما نتيجة ان المبيض حصل له كأنك عملته سكيميا كأنك قطعت الدورة الدموية المبولة وهل في طرق تانية مختلفة سبحة مبيضية سكيميا للمبيض وهل 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 يبقى ده كان محتاج ان احنا يكون نعيد الطرح على الاورام الليفية ونعيد الوعي والفهم لكل تفصيل كلمة اورام الليفية وانه مختلفة كانت في القاعدة الفقهية يقول ايه القارين بالمقارن يكرن لما تيجي تكون عاوز تقارن حد اسمه ايمن مع حد اسمه ايمن في نفس السن في نفس الوظيفة في نفس اللياقة البدنية الجسدية النفسية وفي الاخر تشوف المخرج ما بينهم ايه عشان تقول ايه ايمن ده احسن من ايمن ده ما تجيبش اتنين مختلفين ما تجيبش حتى اتنين مرضى عندهم ورام ليفي ساب ميوكاس زي ورام ليفي انت راميورال وتقول دي برجعت وده ما رجعتش ليه ورام ليفي داخل الرحم غير ورام ليفي خارج ده حتى مستقبلات اكتشفنا ان مستقبلات الاستروجين والبروجسترون موجودة على الورام الليفي اللي داخل تجويف الرحم بيبقى اكتر كتير جدا 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 من الورام الليفي اللي موجود في عضلة الرحم والورام الليفي اللي موجود على سطح الرحم لان المستقبلات هنا اكتر عشان كده فرزة النزيف اكتر ايه علاقة الاورام الليفية بتأخر الانجاب ده واحدة عاوزة تخلف ليه المرضى بيبقى هنا عن ضغم استعدادي نتأخر الانجام هل بالضغط على الانبيب يعني يتقفل الانبوبة نتيجة الضغط اللي موجود هنا في التجويف ده واحد دي دي حلتة اللي احنا رحلها دي مهمة اوي دي طبعا لان الست تقولك ايه مش مفيه عصر فيه بقى الست في الحاجات دي يبقوا دموه خفيفة اوي اوي وانا بشت في ناس كتير بتتكلم معي في الحاجات دي تقولي طب انا عندي الوقت ورم ليف طب ما نجرب يعني ان هي تحاول تبقى حامل من خلال الحاجة طيب ما ينفعش وهو ما ينفعش دي دي سؤال تقول الواحد داني الدماغة في تقولك ومش فيه توقم بيتولد طب اعتبر الورم اللي في ده توقم والتاني ده توقم بيحصل على فكرة اللي دماغة خفيف دي اه اللي دماغة خفيف دي بيحصل مكتير جدا من الدكاتر على مستوى العالم عارفين ان مريضة بتبقى واخد القرار ليها انك تشيل الورم اه او الرحم جايلك حامل اه في وجود الرحم اللي فيه ورم ويستمل الحمل سواء كان الورم هنا بقى يعني ليس عندنا اي اندهاش ان احنا عارفين ان الورم اللي فيه الساب ميوكس وحتى لو كان صغير وكان ميلي وعزي صانتي او اكتر يأثر بشكل او باخر مباشر على فرصة وجود الحمل داخل الرحم نتيجة mechanical obstruction نتيجة ان هو بيقلل الدولة الدموية اللي موجودة لبطانتي الرحم وبالتالي can relemation او غماز الاجنة L نتيجة ان هو بيعوق الدولة الدموية اللي موجودة راحل الجنين نتيجة ان المشي ما ممكن تبقى موجودها فيه فالدولة الدموية هتقلl فالببيه يقلль فحجمه نتيجة انه بيعمل التهافه موجود في بطانتي الرحم وبالتالي يقلل فرصة نتكلم على القواعد. عندنا ناية سعاد والورم الليفي اللي موجود انتراميورال وبقى موجود الرحم وتمدد وقدر يشيل البيبي. لكن احنا عندنا القواعد بتقول ان الورم الليفي اللي موجود في عدلة الرحم طول ما هو اثنين ثلاثة سنتي ما نعملوش حاجة. ما لوش تأثير مباشر على تأخر الانجام. لكن لو كبر وعدل خمسة سنتي وبدأ يحصل ان هو يغير شكل الرحم. فبالتأكيد بقى له شكل مباشر وشكل غير مباشر لتأثير بعض الكيمويات اللي ممكن بتطلع وتأثر على اندومتر ريسيبتيفتي واستقبال الاجنة فيه بتانتراح ما بقتش مضيافة نتيجة الكيميكالز اللي بتطلع كمان من الاورام اللي فين. نقف عند الحتة دي. بس انا اقول حتة قبل اه انا هسيبك تقوله بس الحتة الاخيرة دي. احيانا عشان لا ننخدع. ان احيانا يبقى موجود ورم ليه في سبسيرس. واحنا كلنا عارفين. سبسيرس بقى خارج جدار الرحم من برا على اشرته كده. تحت الاشرة. احيانا نبص انه اللي ده اصاب سيرس بالسنار. او بالما رأي. ملوش تأثير. اه طبعا ملوش تأثير مباشر. بس خلي بالك. انه ملوش تأثير مباشر لكن لو هو ممكن يكون منغامز زي ما هنشوف حالات النهاردة موجود بالالتساقات نتيجة ان اول حاجة حصله التهاب والبدك البتاعه ادي واحد. انه هو زي ما قلنا ان فيه حوالي اكتر من خمسة وعشرين في المية من الناس اللي عندهم او رمل اللي فيه عندهم بطانة رحم مهاجرة. وهنشوف النهاردة حالات فيها الاتنين موجودين. وهم مستقلين. خلي بالك الورم لما جه مع المرض مش مرتبطين ببعضهم عشان السورس واحد. ده انت دراسات بتؤكد ان احيانا يبقوا مرتبطين ارتباط وإلا لو يكونوا كل الاورام اللي فيه يبقى عندها بطانة رحم مهاجرة. يبقى كل التكيوصات المبيدين عندهم اورام لفين. لا. هنا اندبندن. يعني مستقل. بيجبر اللي واحده وفق منظومة خاصة ليه هو. والورم اللي فيه يطلع لوحده وفق منظومة خاصة علمية بيه هو. ده اللي هننقشه النهاردة. وهنتكلم فيه. بس اشع حتة كده الدكتور سايد قالها عشان دي مهمة قوي. واضح ان الورم اللي فيه كمان فكرة الحجم فيه مهمة جدا. جدا. احنا قلنا انه لغاية خمسة سنتي. لغاية اثنين ثلاثة سنتي ماشي. خمسة سنتي فما فوق. خمسة سنتي انت رميور الف عادلة الرحم لابد من التدخل. ده دخل فيه. والتخلص منه لما يكون الشاكوى. بنتكلم عن انفرتيلة وتأخر الحمل. تأخر الحمل. لانه هنا بيأثر هذا الحجم على ما يسمى بضيافة الرحم. طبعا. قدرة الرحم على الضيافة. قدرة الرحم على انه يستقبل جنين داخل هذا التجويف. هتقل عدم يكون الحجم كبير. ليه? هل هو حرامي? يعني ورم ليفي حرام يسرق الدم. هل الورم اللي في عنده قدرة افراز مواد معينة تقدر تؤثر على بطنت الرحم? او بيحصل لوكل التهبيشن. لوكل التهبيشن. لكن هنا بقى لما احنا كلنا فيه اجتماع مطلق على كل الاطباء على العالم. ان السابسيرس. الورم اللي في اللي باعة تحت فوق سطح الرحم. ملوش اي تأثير على الخصوبة باي شكله او باخر. ولكن بالوعي انه ممكن ده يكون لينا مدخل ان فيه هنا بطنت رحم واجرة تاني لو كان فيه الام. زي ما هنشوف الحالة تاعت النهاردة. نيولي مارد بقى لها تس عامة شهور متجوزة. وعنده بس ورم ليفي. تخيل بالقلم الرهيف في الجماع. لان وضع الورم. لو كان الورم موجود في الجوة في تجويف الرحم هيبقى الشكوى الاساسية نزيف. او تأخر انجاب. لو كان موجود في عونك الرحم الشكوى الاساسية الام في الجماع. الشكوى الاساسية. الشكوى الاساسية الام في الجماع. لو كان موجود خلف الرحم الشكوى الاساسية برضو امساك والم في الجماع. لو كان موجود برضو اسفل الرحم هيكون برضو فيه الام على الحالبين والم في الكريتين نتيجة ان بيحصل هادرونفروزيس والنفروزيس وهيدريوريتر يعني بيحصل خنقة المبيض خنقة اليوريترز والحلبين لو كان بعد ذلك يحصل فيه هو نفسه سكيميا وألم وبدأ يحصل فيه تحورات وتغيرات فيحصل فيه ألم فيه هو فيبقى ألم موجود سواء كانت قبل الحمل أو أثناء الحمل يعني ممكن تحمل ويحصل حاجة اسمها وتآكل أحمر موجود داخل ويمكن أحيانا والنوادر إن إحنا نضطر إن سيقصل الورم أثناء الحمل لنتيجة الألم الرهيب ولرغم الأول 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 مسكنات 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 يبقى هنا هنزود الوعي هنا بنشد الانتباه هنا منتعملش مع الأورام اللي فيها بيهزار ونتعمل معها بجدية وكل أم عندها قبل كده مشكلة في الأورام اللي فيها يسمىها نسبة النهاردة والأم بتقول لي وإحنا شغالين ممكن يا دكتور يكون أنا سبب لبنتي إن عندها ورم لي فيه ليه أنا كان عندي اتنين ونص في المية أو اتنين ونص في هولد مرتين ونص مضاعف إن يحصل أورام لي فيها في أجساد البنات اللي أمها كانت عندها أورام لي فيها قبل كده هو ده مش مرض بنتقل يا جماعة عشان محدش يقول إيه أنا مسؤول ده وراس محدش أم مش الأم مسؤولة أنا مسؤولة عمش هتخلي فيه وإنت كنت برضو جاية من جدة عندها أورام لي فيه هنبدأ الحلقة بالعملية العملية في أخيرها استقصار رحم بس استقصار رحم كمان عملية فنية وإحنا عندنا النهاردة نتيجة هذا الاستقصار عندنا مجموعة كبيرة من الأورام اللي فيها أنتوا هتشوفوا الشكل الرحم هو بيطلع ساعة لما بيطلع من بطن الأم وهتتخيلوا كيف عاشت هذه المرأة برحم ووصل في حجمه لأنه ضغط على الجهاز الهضمي كله وصل لغاية جزء عال جدا ارتفع لفوق ورفع كل الجهاز الهضمي هتشوفوا دلوقتي عشان الرؤية خير من قلبي الكلام تعالوا نشوف معنا هنا البداية العملية مريضة عندها 47 سنة لم يسبك لها الإنجاب حملت مرة واحدة وأجهدت متجوازة بقالة 15 سنة عارفة أن عندها أورام اللي فيها متعددة خايفة تواجه المشكلة زي كتير جدا من السيدات عندهم وتقلها أن لازم تستقصى الأورام ولكن لازم تمضي كونسنت ان اقتصال الرحم فده بيخليها في كل مرة تتقعص وتبعد أنها ما تتواجهش المصير وبالتالي بدأ الأورام تجبر وتتضخم عملنا الأمر أو الكشف وتبعدين عملنا السونار وعملنا الرانين واكتشفنا أن فيها عدة أورام اللي فيها موجودة لغاية هنا حالة تقليدية تماما قررنا أن احنا هنستقصى للرحم بدأنا فعلا في السقصى للرحم الرحم كان فيه شوى تلتساقات حواليه بدأنا بنعمل شكل تقليد تماما للأبروتم وعملنا هنا السقصى الرحم عن طريق فتح البطن وعملوش عن طريق المنزار نتيجة التضخم الرهيب جدا وكمان هي فاصيلة دمها ندرة وما كناش عايزين يبقى فيه فرصة أو عرضة للنزيف لأن احنا ممكن نقدر نسقص للرحم منتها البساطة واليوسع عن طريق المنزار ولكن كان القرار هنا لما بنقول لما يكون فيه تعدد الأورام اللي فيها وأحجامها وكان فتح البطن من البداية عشان ما نفقدش هاي الجزء من الدم وخصوصا لما هنشوف ان احنا كمان الورم اللي فيه وطالة اللي واحده فيه فقدان للدم اللي واحده انه بقى فيه اللي هم مجلوبين بيبدأ يلي يعني احنا لما نيجي نعمل يعني سورة دم ونفاجأ ان كان هم مجلوبين لنا 11 وبعد العملية هم مجلوبين لنا بقى وصل لتسعة فقدنا اثنين جرام بدون ان احنا أثناء العملية فقدنا هذا الكم من الدم كأنك فيه اثنين لتر دم فيه الدورة الدموية اللي لسه محبوسة داخل الرحم وداخل الأورام اللي فيها المتعددة دي استقصالنا الرحم اللي عندها قناعة تمة بعد ما دينا بعض الأدوية انها تقلل حجم الرحم عشان يبقى فيه فرصة ان ننصلح الأنيمية اللي موجودة لمدة 6 شهور ونحن بنجهز دي بدأنا حتى دي جزء من الأورام اللي فيها اللي موجودة كانت موجودة في البرود ليجامنت وبدأنا كمان اللي هو الرابط المستعرض للأورام إلى الآن هي خطوات متكررة لكل الحالات اللي بيستقصل فيها الأرحم في دمية المستشفى عملية عادية لغاية هذه اللحظة هي عملية عادية وبعد كده لو نسرع شوية لو نسرع شوية نسرع شوية لغاية لما نيجي نستقصل الرحم في آخر لحظة حجمه كبير طبعا وبعدين باين جدا وإحنا بنستقصله إنه فيه كعبيب وكعب إحنا بدأ خلينا بقى نرجع لكده عشان انتباهنا كده إن إحنا إلدى ورم طلع حجم وزنه كان 9.5 كيلو أقل من أورام طلعناها قبل كده بكتير الرحم شكله فيه عدة أورام لفية متكررة إلى الآن برضو ليس هناك مدعاء وإن ممكن كان يطلع الورم ده ونبعثه على طول التحليل الباثولوجي ونعرف إن ده أورام لفية الرحم وزنه 9.5 كيلو أقل 9.5 كيلو أقل وشوف النزيف اللي حصل إحنا أثناء كل العمليات نمسي دي سريعا جدا عشان نكونش في الحادث خلاص احنا بنقفل بقى خلاص بنقفل خلاص بعد ما بنقفل كان طبعا فيه إديمة وارتشاح ونتيجة طبعا الورم اللي كان ضاغي لما هنا نرجع مع بعض لما هنا بنيجي نصاصر الرحم لو بتشغل شغل تقليدي أنت صارت الرحم وعملت العملية واتشوف العملية اللي بعديها وادمتم لو بتصاصر رحم وراء منظومة علمية أخرى إنك عاوز تعرف كمان بقى الرحم ده أو رقم واحد ليه التعدد الأورام اللي فيه الموجودة شكلها فين وسنة ستة صغيرة سنة ستة سبعة واربعين لا مش سنة صغيرة هي شكلها صغيرة اه يعني ليه طب هل الأورام اللي فيه كلها حميدية هل ممكن شكل منهم يكون حصل فيه كالسيفيكيشن أو دي جينيريشن وأني اللي موجود وليه عن غيره وهل ليه الستة دي وإحنا بنشغل ما كانش عندي أي توقع إن يطلع هذا الكم الرهيب من الأعداد الموجودة داخل رحم واحد إحنا تقليديين في كل عملياتنا وإحنا عرضناها مع الدكتور مع الدكتور عيمة عرضنا كتير جدا لازم نطلع من كل عملية نشرح ما بعد العمليين بفتح أحياناً اللي وراء ما يتحاول إلى كالسيم لنشور بالمنشار أحياناً بطانط الرحم المهاجرة تبقى موجودة في التغدق وتغدد رحمي نفتحها عشان نشوف فنكتشف لأنفسنا الماكروسكوبك دي سيكشن اللي بنشوفه قبل ما يبقى ميكروسكوبك قبل ما يوصل للبحث العلمي والهيس وباثولوجي عشان في الآخر هو إيه الدراسات اللي هنستفيد من إن إحنا نشيل الرحم ونشرح ونطلع منه الأورام المتعددة هل يهمنا العدد؟ ده دي سطحية الحوار لكن لما يكون فيه عدد دي سطحية الحوار يعني ما يهمناش آه خالص نحن يهمنا حاجات تانية أنا بس عايز أكد على حاجات ولكن لما يتوقفك إن عدد غير مسبوك هون هنا فيه إيه؟ ليه؟ ليه الرحم هنا تلع العدد الرهيب ده؟ اللي أعلى دي فيها إيه؟ وليه إذا كنت أصلا في كل دوريات الطب لم تقرأ إن فيه عدد زي ده قبل كده مش مفروض نتوقف عند الحالة دي علميا ونبحثها أولا تعدي مرور الكرام لما يكون عندك فاكت علمي حقيقة علمية وإنت أصلا من دورك إنك بتبحث جاهدا إنك تربط الأشياء ببعضها الزكاء العلمي إنك تربط الأشياء ببعضها عشان في الآخر خالص تطلع بتوصيات ليك والآخرين والمرضاك اللي جايين ياخدوا بالهم من إيه؟ هنفيد بعض المرضى الآخرين إزاي؟ إزاي إزا كنت فيه نشر علمي للحالة اللي زي كده؟ ليه إننا دايما في كل دوريات الطب وكل المؤتمرات العلمية لازم يطلع بتتكلم على أبستراكت جديد المدخل جديد على ورم ليه فيه هو أريد موجود لقيت إن الورم اللي فيه برازتك والطفالي موجود في حتة مش متوقعة أو للمريضة متعملت لاش عملية قبل كده في سؤال مهم عايز أسأل لو أنا عندي مثلا عدد من الأورام اللي فيه لقيته كتير في وسط الحلوين دول من الأورام اللي فيه وأنا بدور كده وببحث وأبدأ أفرقهم عن بعض وأبدأ أعرصهم زي ما هنشوف تلوقتي مش وأنا بدور في البطولوجيا أو في فحص الأنسجة ممكن نلاقي ورم خبيس هو ده الهدف إن إحنا نلاقي ممكن وممكن نعمل دلالات أورام برضو ونعمل لو أن الأورام اللي فيه يعني كلمة محالة إنها تتحول إلى أورام سرطانية لكن بعد الحالات تقول لي أو بوينت تو ممكن يتحول ورم اللي فيه أو إنه ممكن يكون معاه مش لازم يكون وده اللي كان الجدل العلم اللي موجود لما كانت الأورام بتسقصل عن طريق المفرامة الكهربائية وبدأ يحصل بعض انتشار الأورام معمولة في أمريكا وموجودة ومعمول لها كل التقنية وإشعاء ومسحة وفي الآخر طالع حميد وفي الآخر خلال أثناء المفرامة تطلع لا يوميسر كومة تبدأ تنتشر موجودة وبالتالي ده يعني المجتمع يحرك المجتمع العلمي بتسكين تعمل لها طلع نيجاتيب ده في علم الأورام وبدأت تتحرك عشان كده حتى لما تيجي تتعامل مع بطانية رحم مهاجرة وكيس شوكليت بقى إنه شوكليت طبيعي تماما لازم تطلعه في باج عشان في الآخر ممكن تلاقي إنه هو كانسر سير في السيل كارسنومة تلاقي إنه بدأ يحصل عنده فيه كانسر أو معاه كانسر خلايا الصرطانية تبقى موجودة يبقى كمان أنت بتتعامل بحذر ما ينفعش نطلع وخلص العملية العملية لسه ما خلصتش العملية لسه عمق وهنشوف النهاردة العملية دي وغيرها إزاي بيبقى لها عمق وعمق في الجزور ونتحاول إليها العمق هنا جاي من التخصصات المساعدة أو التخصصات اللي بتشكل تيموورك اللي بتشكل تيموورك والنهاردة بنرسي حاجة مهمة جدا كمال لشباب الأطباء وللمجتمع الطبي اللي بتفرج عليه عمل الدكتور السيد خلاص استقصر الرحم متسوئل و 14 أدي رحم استقصرنا العملية نجحت بالمقاييس الطبي يلا روح خدنا أتعابنا تمام مبروك يا ستي إحنا انت بياتي كويسة فيش أنيميا انت تمام باي باي نشوفي كل فترة عشان نعملك أساس من تليم مستوى الأسود ده لو طب تقليدي ده طب تقليدي لكن لو كنت عاوز تبقى سينتر أو باكسل لو عاوز تبقى مركز من المتميز ولو لازم يبقى لك ثلاث حاجات عملياتك نشر العمليات بحث علمي ويكون فيه ترينج فيه تدريب عشان الترايات ده المسألة إزاي يساوي أنك لك هناك تواجد في عالم المتميزين وفيه عالم مسؤولة عن الهيستوبطالجي أو دراسة السجاة لسه بقى لسه وفيه ده كترة مسؤولة عن المناعة طب تلك دول لازم يكون موجودة لما بيحصل ده لازم يبقى فيه طرح علمي لأن الأورام اللي فيها ممكن تبقى موجودة تخيل موجودة داخل الجسد الأورام العلفية المتعددة دي اللي موجودة مش كلهم طالعين عشان الريسبتورز واحدة مش كلهم طالعين عشان الجين واحد بيبقى في داخل الجسد الواحد فيه إيرورز مختلفة تخلي أن ده كبر وده لأ وده خلي ده سدل وده لأ إيه اللي يخلي فيه علاقة يعني أورم ليه في فيه من أول مايكروسكوبك حاجات غير مرئية إلى حاجات باسكتبول لدرجة أنه تبقى قد كرة السلة فيه رحم واحد تبقى موجودة تعال نكمل تعال نكمل مع بعض ونروح لحتة مهمة قوي الدكتور السيدة ما نقولون خلص العملي تب خلاص نروح لا تعال نشو تعال نشو مش رقيح هاي شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة عندنا المريضة دي نهاردة سبعة واربين سنة دخل على دمانية واربين سنة ما خلفتش قبل كده بتشكي بنزيف رهيب بتشكي النبطنها كبيرة بتشكي بألام وبرحة في كل حتة حلمها أنها تبقى قوم نخليها خايفة تروح للدكاترة عشان ما تستقصالش الرحل مش عاوزة تواجه المشكلة اللي عندها عندنا عدة أورام لفية متعددة أوضاع من الأورام اللفية ما بين السب سيروس طبعا بكل الأورام اللفية دي فعندنا كل الأوضاع سب ميوكس موجود جوء في تجويف الرحم انتراميول في عضلة الرحم سب سيروس على سطح الرحم من بر موجود في السيربيكل موجود في البرود لجمان موجود في عونك الرحم أمامي وجانبي وخلفي موجود في الربط المستعرض للرحم موجود في كل الأماكن اللي موجودة أحجام ما بين الكالسفايد اللي هو تكلس وباء زي العضم اللي فيه دي جينيريشان اللي بيحصل يحصل فيه تآكل اللي فيه فايبروزيس وتصلب بيبقى كله عبارة عن فايبروزيش وأكتر اللي فيه تورشا كان لافف اللي فيه اللي فيه اللي فيه اللي فيه اللي هنا عدة الأورام اللي فيها بالتأكيد غير معقول ان المريضة تستنى كل سنوات العمر دي يتصر كل هذه الأورام اللي فيها وفي الآخر خالص نقول ان احنا نحبز على رحم كان ضربة من الخيال والجنون ان احنا نحبز على رحم لان اكيد كل ورم ليه من الأورام اللي فيها دي كله حواليه شبكات وعنكبطية من الأوعية الدموية اللي بتغذيه حجم الرحم تضخم الى ان وصل لغاية الزيف سترنم وصل لغاية عضمة الصدر وتحت الحجاب الحاجز ما بيخلاش تعرف تاخد دفاسها تعرف تتحرك زي عدة الأورام اللي فيها لما تتضخم وتصل على زي المرحلة ممكن نكتشف الأورام وهي صغيرة كان ممكن نتخلص من عدة الأورام حتى لو كانت الأورام اللي فيها من طبعاتها انها بترجع زي أمرات كتيرة جدا مزمنة بترجع حتى لو رجعت كنا ممكن عملنا منظر مرة تانية ومرة تالتة ونتخلص من الأورام وهي مازالت صغيرة وكانت تبقى فرصة الحمل مؤكدة أو على الأقل تبقى عالية جدا عن أن نحن نتعامل متأخرين قوي الأورام زادت والسن كبر وبقى فيه أناميا والتحديات تبقى أكبر أثناء قبل العملية مع شكوة المريضة أثناء العملية مع فرصة نزيف ومفرصة تغيرات رهيبة جدا في الدورة الضمانية أثناء التخدير وما بعد العملية من فرص جلطات لقدر الله وما كل المشاكل اللي ممكن بتؤدي إلى تأخر ونقول المريضة الحمدلله على السلامة وأتمنى لها الشفاء وكل المرضى عمينة طبعا يعني هنا فيه كذا رسالة للي عنده استقبال رسالة الرسالة الرسالة الأولية كمل إجهال عند الدكتور يعني دي حاجة مش المفروض أقولها على الهو لكن واضحة جدا خلاص مع عملية ومجهدة وعملية استقبتهم يخدت وقت بتاعت وقت مش عارفين مش بوقت كبير بس وقت برضو ويوم قبلها عمليات وهو خلاص نروح واحد بقى مساعد يعد يرتب الحكاية دي لأ نقعد نفك نعملها كلها نقعد وقت عشان نتأكد من كل قرام بعدين نتصل بقى بالتوع الهيستور الباصولوجي بتوع الانسجة عشان يجوا يشتغل على الانسجة دي هم موجودين يعني يجوا يعني من الدور التحتاني يطلع عايز اقول هنا بقى قيمة احنا ده مش متشاف للمريض المريض ما لهش دعو ده المريض دخل اتعمله العملية ودخل قط العمليات وخلاص واهله معاه شايفين ايه اللي حصل خالص ده الوعي بقى ربوع مصر وفي العالم ده اللي بيتم بيتم من غير ما المرضى تعرفه سواء كان المريء سواء كان المستشفى مجهز فيه مثلا الهيستوباثولوجي وفيه كل حاجة موجودة او حتى هيبعثها بره فالريدي برضو هيجيله تقرير مفسر بيقوله كده مصر فيها كم من النبر والفهم الطبي العميق والجهد الطبي في ربوع مصر كلها ولكن لان المساحة الاستوديوهية لا تسمح لكن تجمعنا بالآلاف امام الشاشات وكل من يرى في نفسه انه هو يستطيع ان يعبر ويكون له دور التطيق ونقل هذا عليها ان يبادر بان يكون له دور وعليه ان يكون موجودا لكي يعبر للامة العربية ان مصر فيها هذه القدرة الطبية القوية وهذا الفهم والضمير العلمي المهم جدا ده مهم على مستوى السياحة العلاجية مهم جدا على مستوى احساس الامن القومي المصري والامام الداخل الموجود في مصر ده بيصدق كمان قد ايه التقافة العلمية المبنية على الدليل في وجود بعض الاصوات وبعض الاخراجات للي استعانى بالجن والعفريت لمقاومة النزيف للي استعانى بال مش عارف العلاج بالبول القبل ومش عارف بايه الحاجات دي الطب ليس حكرا لحد ولم افكر ولم يفكر احد انه يحتكر او يكون واصع عليه وللاوصياء ايضا ارجوكم الطب ارحب واكبر واوسع من ان يكون صوت واحد فقط او صاحب الم واحد فقط يستطيع ان يعبر عن قضايا الطبية او مشاكلها او يكون الرؤية الوحدة فقط هي المنظور الاوحى للتعبير عن المصعب اللي جوجهت ابناء وطن اشتركوا في القناة